نبدأ بسم الله. اهم حاجة يا جماعة الشابتر ده شابتر تو والشابتر فور تذكر الابليكيشن كويس. تذكروا الابليكيشن كويس. لان بيجي عليها سؤال ولا اتنين نظر ليه. فانت اولى بيهم يعني. فيه ابليكيشنز خاصة باللائد برضو في درس كان فيه تلاتة ابليكيشن. وفيه ابليكيشنز في شابتر فور هما ستة تلاتة اللي هو الفلو وتلاتة اللي هو الفيسكوستي. اهتموا بمذاكرة الابليكيشن زي كويس. من دمن الاجزاء النظر النظر اللي بيسائل فيها اينا. يا يوسف الاخبار. سمعني كده? وانت ممكن تكون سمعني بس احنا اللي مش سمعين لك فمش مشكلة لو العب في المايك مش مشكلة اينا. اهم حاجة تكون سمعنا اينا. اه طيب. بسرعة كده الناس الليت انترفيرنس. التجربة نفسها اعتقد ما فيهاش مشكلة يعني. ولا في مشكلة عيد من اول التجربة خالص? اه لا. تجربة توماسيان. اه. هي الفكرة في ال الناس السود بيقطع. بقول لا هي ما فيهاش مشكلة نفسها هي مشكلة بس عندي في الاسئلة. يعني لما بيجي جبني والحاجات دي يعني بيبقاش عارفة. عاضر. سمعني. التجربة دي طبعا عندنا المفروض بيتكون عليها شوية مناطق. كنا قلنا ان المنطقة اللي في النص هتاخد دايما الرقم زيرو. وكان فيه هنا. تو ستلاتس. خارج منهم الليت. وحصل هنا. فلو جيت خد الليت اللي جاي من اس وان. مع الليت اللي جاي من اس تو. فكده هما الاتنين يا ناس مشيو. نفس المسافة. هنسمي المسافة دي. بتاعتهم هما الاتنين. فلو سميت ده الليت وان وده الليت تو. عشان جاي من اس وان واس تو. ففيه آآ علشان نعرف بس الوردر ده جي منين اللي هي الام بكام لان هي دي المشكلة اللي عندك. عشان نعرف الوردر ده جي منين الام جيت بكام. فالله قال. دي فرانس. دي فرانس. هي عبارة عن ام ملتبلاي لاندنا. ده بالنسبة اللي مين يا مستر ده بالنسبة للكونستراكتف. اللي هي ايه برضو فكرنا كونستراكتف يعني آآ آآ كريست مع كريست او مع كريست. كريست كلاس كريست. او مع كريست. فالانترفيرنس ما بينهم هيكون ايه? هيكون برايت فرانش. النتيجة هنا هيكون منطقة مضيئة. فلو كان الام ملتبلاي لاندا فده كده يبقى المنطقة اللي طلعه منطقة مضيئة. يعني ايه ام بقى? الام ده الوردر. النمبر بتاع البرائت فرينجز. الام ده. احنا ممكن ناخده اه النمبر بتاع البرائت او النمبر بتاع الدارك مش فرقة. نمبر اوف برايت. اور دارك. بس لو فرق المسافات تلعى ام ملتبلاي لاندا يبقى ده كده. البرائت. عشان دي كده اكون طب تعالى كده نشوف اه والله انا واضح ان المسافتين قد بعض. فلو جيت عملت دلتا دي يعني ديفرنس ديفرنس يعني ماينس دي ماينس دي. هيديني زيرو. ايه ده يعني ايه مستر زيرو? يعني الزيرو بيساوي ام ملتبلاي لاندا. طب لما اقول ام ملتبلاي لاندا اكوال زيرو اي اناس. يبقى مين بيساوي زيرو? الام ولا اللاندا? الام كده لان ماينفعش الويفلنس الساوي زيرو لان اللايت موجود. يبقى اخدنا من هنا ان الام اكوال زيرو بتاعة السنترل برايت فرينج. حلو. احنا من اول السنتر هنرقم زيرو. تمام. اي منطقة بعد البرايت بيبقى فيه دارك. وبعد كده برايت. وهكزا. طيب. الدارك هيبقى تترقم ازاي? والله اللايت اللي هيعمل دارك. هيكون الباث ديفرنس بتاعه. انا بقى ايه? الباث ديفرنس. مختلف شوية. هيبقى ام بلاس هاف لاندا. بلاس هاف. الكلام ده كله ملتبلاي لاندا. ده ايه ده يا مستر ده? في الديستراكتيف انترفيرنس. وفي الديستراكتيف يعني انا جبت كريست مع اترف. فالويف كانسلت بعضها. فده تكون على طول دارك فرينج. يتكون منطقة مظلمة. يبقى دلوقتي لو عملت الباث تلع معايا ام اللي هي البرايت فرينج. لس نص. والكلام ده كله ملتبلاي لاندا. يعني سيه مثلا الام تلعج بون. يبقى الاندا. الاندا. الان دي ده تركيم مين? تركيم الدارك. الدارك فرينج. المنطقة الدارك. هنزود نص. هنزود نص على المنطقة على الوردر بتاع البرايت. هنزود نص على الوردر بتاع البرايت. يعني لو دي الام اقوال زيرو. ودي ايه ناس اكيد الام اقوال وان. يبقى الدارك دي ات. الام بكام? الزيرو. اه الرقم اللي ما بين الزيرو والوان. هاو. ده تركيم بتاعه. ان الدارك كل اتنين برايت ما بينهم واحدة دارك. طب يبقى البرايت اللي فوق الام بتاعها. تو. يبقى الدارك اللي ما بينهم. وان بوينت فايف. ده بتاع الدارك. طبعا اه دي بتسمى دي اول منطقة دارك ظهرت. ودي السكند دارك. ودي تاني دارك. طبعا من نسبة البرايت برضو نفس الكلام. دي اللي هي دي بيسموها سنترل. البرايت بقى اللي بعد السنتر بيسموها دي كده. الفيرست دي كده وهكزا. الناس معايا. في مشكلة في كلام ده? الباقي كله طبعا فاهم ها? ما فيش مشكلة. ايه بقى عظيم. تعال بقى برضو نفس الكلام. تخيل كده تخيلي ان فيه عندي جاي من رايح. يعمل الدارك دي. اللي هي السكند دارك. ولايت تاني جاي من رايح يعمل دارك دي. فكده المسافات مختلفة. اكيد واضح ان اللي هي دي اكبر من دي وان. فانا هنا كونت واحدة دارك. بس انا مش عارف الدارك دي مثلا انها واحد ونصف. هعمل زي ما اتفقنا. والمفروض ده في الدارك بيساوي ام بلاس هاف لاندا. طب ده انا هعمل دي تو ماينس دي وان. اكوال ام بلاس هاف في اللاندا. فالمفروض ده هيديني رقم. الرقم دوت. هسويه بالكلام ده. تعالي مسلا نفترض ان ده اداني تو. مسلا. يبقى تو اكوال ام بلاس هاف في اللاندا. طب مطلوب مني ايه? مطلوب مني اجيب الام. طب مني اعرف الام بكام? او الدارك دي الدارك دي اه رقم كام? رقم كام دارك? فيبقى ده معناه التخيلية معايا ان الويفلنس مسلا بوان. يبقى ام بلاس هاف اكوال تو. احنا نتخيلنا ان الويفلنس بوان او سوينا البركت ده بالتو على طول. يبقى الام بكام? احنا عايزين نعرف الام بكام? يبقى تو ماينس هاف. اتنين ناقص نص يبقى واحد ونص. فطلع ده الوردر بتعمين بتاع السكند دارك ده. احنا عشان نرايح دماغنا بقى. انا كده ايه? سبت تهالك. احنا عشان نرايح دماغنا ما بين كل اتنين في واحدة دارك. تمام? فهو لو جي قال لي. الفيرست دارك. يعني دي الوردر بتاع كام هاف? طب السكند دارك هنقص نص كل شوية. يعني احنا بنقص من الوردر اللي بيتكلم عليه. نص. فيرست دارك. يبقى الام بهاو. السكند دارك. يبقى الام بواحد ونص. وان بوينت فايف. طب السيرد دارك يبقى الام بتو بوينت فايف. لان السيرد دارك هتبقى ما بين السكند برايت والسيرد برايت. فهي ما بين التاني والتالت. يبقى هي رقم اتنين ونص. لكن لو لو الوردر على البرايت فهناخده زي ما هو. يعني نقول تاني. الفيرست دارك. هيبقى الام على طول. بزيق بوينت فايف. او وان اوفر تو. زيلو بوينت فايف. يبقى الساق. انا بنقص نص على طول. في الدارك بنقص نص. السكند دارك يبقى الام. هتبقى وان بوينت فايف. قبل التو بنص. يبقى السيرد دارك. الام اكوال تو بوينت فايف. ماشي. ده بالنسبة للدارك. طب بالنسبة لو جي قال لي. فيرست برايت. لا انا مش هجود. فيرست برايت يبقى الام اكوال وان على طول. يبقى دي اف اردر وان. يبقى دي اول منطقة برايت بعد السنتر على طول. طب لو قال لي سنتر. سنتر برايت. يبقى الام بزيرو. طب ساكن دي برايت. نفس الكلام. الام بتو. سير دي برايت وهكزا. يبقى الام بثري. فطبعا خلاص. احنا كده عرفنا نعدي ازاي. يجي بقى يضايقنا بقى. يضايقنا اكتر. يقول لك ايه? طب بقول لك ايه? انا بتوين. اه فيرست. رايت. اه مثلا. دارك. عايزي دايقنا. ايه عم اللي انت بتقول عليه ده? دي الاكس. في مسافة اسمها اكس. ما بين اول منطقة بعد الزيرو. ورابع منطقة دارك. طب نعد كده. اول منطقة يعني الام كوال وان. رابع منطقة دارك يعني الام بكام يا اي ناسي? هم. تبالين بكام? غير تفكير كتير. على طول ايوة. هنقص نصف بس. هم. طب عظيم. وبعدين يعني هو الهدف ايه? لما بيقول لي الجملة دي. الهدف اللي انا اجيب. ايه? 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 دي ايه? 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 يعني مسافة بين منطقتين ورا بعض على طول. منطقتين ايه? يعني مثلا ما بين الفيرست برايت. والسكند برايت على طول ورا بعض. ما بين الفيرست دارك والسكند دارك. طب ما بين التين ثبرايت والاليفين ثبرايت. طالما وراء بعض. هذي الدلتواي. الدلتواي ما بين أي منطقتين. وراء بعض. ما فيش خلاص المباني. أيوة يا جو. أي كده بس حركة طبعني. آه تمام كده زي الفل. ماشي. انت كنت معنا في اللي فات. اه اه. طيب اوكي. برضو يعني حضر كده شوف بعد ما خلص بس الجزئية ديت اللي طلبتها ايه ناس. شوف انت عايز يتشرح لك ايه يتشرح ايه تاني واحنا مع بعض في الحصة دي. بحس نحل على طول. تمام? ماشي ماشي طبعا. طبعا يبقى يبقى الدلتواي. الدلتواي زي ما انا ما قلت كده ما بين منطقتين وراء بعض. ما بين مثلا الزيرو والسنتر والفيرست برايت. اهي دي كده اسمها. دلتواي. ما بين مثلا الفيرست والسكند دي برضو اسمها. دلتواي. طبعا ما بين البرائت والدارك دي كده نص دلتواي. دي نصة. فبين برايت ودارك. يبقى دي هاب دلتواي. مش دلتواي كاملة. طيب ماشي عظيم. يبقى انا دلوقتي عايز اجيب الدلتواي بقى. هو الهدف هنا من الجملة دي اللي انا اجيب الدلتواي. هنجيب الدلتواي ازاي? والله احنا دلوقتي البداية بتاعتنا في ام وان والنهاية ام اكوال فري بوين فايف. الدلتواي لها قانونين. لما لاندا في القرعة دي لامة اكس على الام. والاكس اللي هي المسافة اللي هو ايه لها. طيب انا كده بقى هشتغل بالاكس على الام. يبقى الاكس افر ايه. مسلا سي تعال نتخيل ان الاكس دي بتين سنتي. مسلا يبقى الدلتواي. يبقى الدلتواي تبقى ايه كوال. التين سنتي. تين سنتيميتر على يبقى? على فرق فرق الوردرز. يعني انا بدايتي من وان وانهايتي ثري بوينت فايف. يبقى ثري بوينت فايف مينوس وان. بس كده. يبقى انا هعمل ايه على الكالكوليتور اهو هقسم التين ديفايدد ثري بوينت فايف مينوس واني يعني ثو بوينت فايف بس هتبقى فور. يبقى ايه دي الدلتواي. فور سنتي. تفاهمان يا الناس? هي دي الحتة اللي انت بتوعي فيها. صح? اه تمام يا مستر. هي يا جزء ايه مهمة طبعا. يبقى عرفنا نعد البرائت ازاي والدارك ازاي? وناخد الفرق ما بينهم. اه. لما يجيب لك. لما يجيب لك دستانس كده. بس. هي ترك كلها في الحتة دي اللي انا جيب لك دلتواي. تمام? طب انت في اسئلة عايزاني احلها بعينها? في الجزئية دي علشان بس ننهيها? انت بحبار اسئلة? قولي الاسئلة نفس الفكرة يعني انا بس كنت بتلغط ان انا اعده. تمام. هي زي ما قلتلك كده احنا في الدارك بنقص نص لكن البرايت بنعده زي ما هو. الكلام لكل ناس طبعا انا مش بشرح لقي ناس بس انتو برضو احنا بالراجع. في الدارك بنقص نص على على الوردر. في البرايت بنعده زي ما هو. ولما يجيب لي جملة زي دي. مثلا. فتروح على طول خد الفرق. اوكي اوكي. طيب. اه نروح. في حاجة قبل الفيم بريزم. يا يوسف. اعايزني اشاك عليها. قبل ما اروح لاخر حاجة بس ما لا طلبة انه يتعد بس الحتة بتاعته تاني. فانت عندك حاجة قبل كده? هو انا كان يبقى عندي مشكلة في الاسئلة بتاعت سانية. اسئلة اوكي انا قصدي شرح يعني. لا لا بالشرح والشرح. طب قول اسئلة ايه? هي اسئلة بتاعت برضو? اه. بس هي وانا بحل يعني انا بتيجي باركام وزيرو بوينت زي. هتيجي في الحل هتيجي في الحل. طب قولي اه نمبر كام بتجي كام احنا فيها? يعني احنا احنا لسا لسا عايدين ها? موديل اجزام تن نمبر تو. موديل اجزام تن. يوم احنا فيها فنخلص. نمبر تو? اه. دي? اي. اكبر من كده جو. بس يا حاج. دي زعلش انا بهزر يعني. ماشي. اه هو هنا باشا بيقول لك. طبعا هنحول. هنعمل ايه? باور كام? مش هنحول لميتر. اه. حسنا مش حافظ بقى. بس هي دي الغلطة اجو. كيف يدر الغلطة? لا بس. نيجاتف تن. ميش. انجسترون لميتر. باي تن. باور نيجاتف تن. اون او دابل سلت. افزا ديستانس. بتوين زا تو سلت. زيرو بوين زيرو زيرو وان. دي كده دي. المسافة ما بين. التو سلت. اسمها دي. لان المسافة دي. تمام? ماشي. دي دي. ودي جاهزة بالميتر. اللي هي ما بين السلت والشاشة. اللي سكرين اللي بتعند عليها. البرائت والدارك. اللي هي المسافة الهوريثونتال دي. دي ار. اسمها رينج. الار دي بكام? فايف هندرد سنتيمتر. باي تن باور نيجاتف تو. تحول لميتر. هاي الجملة بقى اللي احنا بنقول عليها. زين زا ديستانس بتوين. زا فور ثبرايت. يبقى دي ام بكام? انا لسه قيل ايه? البرائت بيتعدي زي ما هو. الدارك بنقص نص. يبقى دي ام بكام? ام بفور زي ما هي? فور سبرايت ام بفور. فيف سبرايت ام بفايف. لو كان ايه فورس دارك هتبقى دي ام بكام? فري بوينت فايف. نقص نص. اه. لسه حالا شريح انت كنت معنا في اللي فات? ايوة ايوة. لسه حالا ايلاني. قلنا نقص نص. على الوردر بتاع الدارك. لان الدارك بيبقى ما بين اتنين برايت. يعني تعالى نتخيل مع بعض. ان لو انا قلت لك فورس دارك. يبقى الفورس دارك ده ما بين ايه? ما بين البرايت التالت. والسوري ما بين البرايت الرابع والخامس. ايه هي الرقم اللي ما بين اربعة وخمسة? تلاتة ونص. ماشي. فاهمني? اه. فلو جيت حتى رسمتها بس احنا ايه? علشان ما نضيعش وقت ونرسم. فنعازك تجيبها مراحة. لو جيت رسمتها هتلاقي كده هتلاقي ان الفورس دارك. ما بين الرابع والخمسة. ايه ايه. يعني الفورس دارك تلاتة ونص. بالزبط. ايه بقى اردر للدارك نقص نص على الاردر نفسه. يعني لو قالك سيفنس دارك. يبقى هو ام بكام? سيفنس دارك يبقى ام بستة ونص. تمام. طب لو قال لي سيفنس برايت. يبقى ام بسبعة. بس كده. طب هو بقى يقصد ايه بالجملة دي? يقولك هاته اللي ما بين الفورس برايت والفورس برايت. مش دول كده منطقتين وراء بعض ساكسيسف. يبقى دي الدلتا واي. يبقى هو عايز الدلتا واي. هي الدلتا واي مسافة ما بين منطقتين وراء بعض. يقولك مسلا دستانس بتوين اليفن ثبرايت وتويلف ثبرايت. هي دي الدلتا واي. سلامة راكمين وراء بعض. طب حتى في الدارك? اه حتى في الدارك. لو قال لي دستانس بتوين السكند دارك والثيرد دارك. برضو دي الدلتا واي. همني? اه ماشي. هو عايز الدلتا واي. في احنا خلاص الدلتا واي قانونها معروف اللي هي لاندا في الار عدي. لاندا سكس ساوزند. باي تن باور نيجدف تن في الار فاي فاندرد باي تن باور نيجدف تو. على الدي اللي هي زيرو باين زيرو زيرو ون. كالكوليتو راهي. هسيبها قدامك. ملتبلاي تن باور نيجدف تن. كلام ده ملتبلاي فاي فاندرد. ملتبلاي تن باور نيجدف تو. على زيرو باين زيرو زيرو ون. يدينا سري باي تن باور سري. دي لو خدناها اي ان جي. دوس على اي ان جي. او شفت اي ان جي. مرتين. هيطلع لك زيرو باين زيرو زيرو سري. اللي هي. مم. ماشي. تمام? ماشي تمام. في حاجة تاني بدايك? لا لا. طيب في حاجة بيت الشابتر ولا? لا لا. نروح على التام براس ما اطلق. لا لا. طيب. عظيم. بالنسبة للسيم بريزم يا بسمالة. معانا يا بسمالة? اه ما احد اسم. احنا في الجزئية بتاعت الفيم بريزم دي اول حاجة لازم تكون يعرفها وكلكم تكونوا عارفينها طبعا. ان الفيم بريزم اول ما يتقل كده في المسألة بسم الله الرحمن الرحيم كده فهو اكيد في المنم ديفياجن. اه ده مبنائيا هو لازم يبقى في المنم ديفياجن. الفيم بريزم? هو بريزم صغار جدا. بتاعته بتبقى ليس زن اور ايكول تين. الكتير قوي هتكون بتين دي جري. يبقى هو لازم نطبق عليه الرولز بتاعت المنم ديفياجن. اللي هي كانت بتقول اي الرولز ديت? ان كان لو انا عندي بريزم. انا بقى دوت بالنسبة لنا ثين بريزم. فلو اللايت نازل من اي فيس من عنده. وعمل ريفراكت. وبعد انا عمل ريفراكت تاني لبره. فالانجلز اللي بره. اللي هي فيتا تو. ايكول لبعض. والانجلز اللي جوه. اللي هي فيتا وان. وفاي تو. برضو هيكونوا قد بعض. يعني المينيمون ديفياجن بيقول لك اللي جوه قد بعضه واللي بره قد بعضه. اه معنى الكلام يعني. فانطبع عليها الرولز دي. فانا دلوقتي. اقول يبقى الفاي وان. ايكول الفيتا تو. ايكول. سميناها احنا فاي نود. والسيتا وان. ايكول فاي تو. ايكول سيتا نود. طيب. الجديد في. ان الريفراكتف الان. في البرزم العادي. كانت عبارة عن ساين على ساين. ساين الفا نود بلاس الايبكس على تو. على ساين ايبكس اوفر تو. والالفا نود دي المينيموم ديفياجن انجل طبعا. طب ايك بقى ان بسبب ان ده فين بريزم الانجل صغيرة جدا جدا جدا. فهنفترض ان ساين الانجل بتساوي الانجل نفسها. ساين الانجل ايكول للانجل بس انا انا بتكلم على ان هي انجل لما الانجل تبقى راديان مش تبقى ديجري. يعني تعالي ناخد اكزامبل. لو انا جيت قلتلك انا عندي انجل بتو ديجري. تو ديجري. طب تعالي نحول التوبس الراديان الاول. يعني نضرب على وان ايتي. عشان تتحول لي راديان. دي كده تو ديجري راديان. لو انا جيت ده كده بص ادي الانصر وطلع زيرو بوينت زيرو سري فور رقم صغير او. لو جيت خدت ساين تو. ساين الانجل تو كده. زيرو بوينت زيرو ستري فور برضو ايه ده? ده اتطلع قد بعض. يعني الانجل هي زي الساين بتاعتها. بس طبعا لما نيجي نعوض الانجل في الساين وكوزاين لازم نعوضها ديجري. لكن الانجل برا الساين وكوزاين تبقى راديان. لما تيجي نحول من راديان. او العكس من ديجري لراد. هنعمل ملتبراي باي اوبر وان ايتي. انت معاي راسمانة? مشكلة? لا تمام. انا مشكلة لتحصلة الاخر خالص زي. تبتاعة الافريدز والنه. وان احنا نجد بقى بتاعت اليلو اول حاجات زي. يعني الجزئية دي اشتة يعني ان ايه في الاخر الان. طب عظيم جدا. بالنسبة او الانجل صح? او لكن مش عارفة ايه كده. لا مش دي 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 الباور. دي هو الفرق بين اللي البلو والريد. اللي هو كانت عبارة عن الفا نود بلو ماينس الفا نود ريد. اللي هو المينمم ديفياجن. اف بلو لايت. اف بلو لايت. ماينس المينمم ديفياجن اف ريد لايت. اللي هي كانت برضو بتساوي. الالفا نود اصلا في الثيم بريزم ايكوال ايف ان ماينس وان. ده المينمم ديفياجن. في الثيم بريزم. لو جينا عوضنا الرول دوت في البلو وفي الريد. هنوصل في الاخر لكده. اللي هي هناخدها? كومن فاكتور ويتفضل جوه ان بلو ماينس ان ريد. ده قانون الانجلر دي ده هو الفرق بين الالفا بتاعة البلو والالفا بتاعة الريد. وهنا بقى في سؤال مهم لازم تسأله فيه. هو مين اكبر? الالفا بلو ولا الالفا ريد? والاني بلو ولا الاني ريد? مين اكبر? وليه? معايا ولا الناس معانا? اه تقريبا. مين اكبر? اه. الاني ريد هي الاجبع? ولا الاني بلو? لا لا الاني اسمع. هو الريد لما. الاني مع الوزنز كانت داركت ولا انفرس? انفرس طبعا. او يبقى الاني بلو. هي الاجبع. مم? مظبوط صح. الريد فعلا لما بينزل. بيعمل رفراكت. اما بيعمل رفراكت انا عايز اجيب بقى بعدين يعمل رفراكت تاني بس رفراكت بسيط كده. الانجل بتجاب من بتاع الانسدنس والاكستنشن بتاع الاميرجنس. احنا لو كملنا ده على استقامته كده هيبقى انجل صغيرة قوي. اللي تكونت. دي كده الالفا رد. الالفا بلو هيكون تقريبا بتاع البلو. حتى لو هم نزلين من نفس الانجل. بس الاميرجنس بقى مختلف شوية. فلو رجعت ده على استقامته كده وده مديته كده. الانجل دي هتكون اكبر. دي الالفا بلو. فالالفا بلو اكبر من الفا رد. والان بلو اكبر من ان رد. فالان والالفا مع بعض. وما الالفا وينفرس مع الويبلنس. عشان طبعا الويبلنس بلو. ليه ازان الويبلنس رد? فالويبلنس رد ده اكبر حاجة. اللي هو سبن هندرد نانو ميتر. البلو مش لازم تعرفه. انت تعرف في الريد والفايلوت ده. الفايلوت فور هندرد. طيب. عرفنا كده مين الكبير في الديفيجن. بالنسبة للباور. طبعا هو فيه جراف هنا مشهور طبعا في الديسبرجن. دينا بالراجع اللي هو لو احنا خدنا الالفا بلو ماينس الفا رد وخدنا الابكس. ورسمناهم جراف. الفا بلو ماينس الفا رد. وهنا الابكس على هي ترسم. عشان هما مع بعض. مع نفس السطر. وبرضو ممكن ناخد الالفا بلو ماينس الفا رد وناخد ده على بعضه. ونرسمهم برضو جراف. فهيطلع برضو عشان هما برضو انا بقضي بس على الحتة ديت يعني عشان يبقى خلاص مفيش اسئلها فيه. هنا تبقى ان بلو ماينس الفا رد. عشان طبعا الابلو هو الكبير فالبلو هو اللي ماينس الفا رد. فكير. هي برضو. الهدف من دي ايه? ان احنا نجيب الاسلوب. فانا لو لو بتكلم على السلوب بتاع الجرافي اللي فوق. لو قسمنا ده على الايه? يبقى الباقي من القانون. هيبقى الان بي. ان بلو ماينس ان رد. وهنا تحت العكس. هيبقى الايبكس. هو ده اللي فاضل من القانون. طب ده كلام عادي جدا. ظهر هنا بقى من ضمن الالوان. ايه ليه له? فاحنا قلنا ترتيب الالوان قبل كده روي. جي بيف. فاتلاحظي ان الريد والبلو اهم في وسطهم ايه? جوا ما بينهم ما بينهم الورانج واليالو والجرين. فتقريبا اليلو هو اللي ما بينهم. اليلو هو اللي ما بينهم. فبيسموا اليلو ده ايه? افريج. المتوسط اللي ما بينهم. ده بيسموه الافريج كالر. تمام. طب الافريج ده عايزين نجيبه ما هو طالما افريج ما بين الريد والبلو. خلاص يبقى اي حاجة افريج بتتجاب ازاي? بنجمع الاولاني. اللي هو الاول اللي هو الريد. بلاس التاني اللي هو البلو. ونقسم على عددهم. يبقى الريد بلاس ان بلو. اوور تو. علشان اجيب الرقم اللي في النص اليلو كان بالزبط. طيب ده بالنسبة للن. بالنسبة للالفة برضو لو انا عايز اجيب بتاعت اليلو نفس الكلام. يبقى الالفة نوت بلو. لس الفة نوت رد. على تو. نفس الكلام. زي مسلا انا عايز اجيب الرقم اللي ما بين سري وفايف. هيبقى كم? هيبقى فور. ابعرفت ازاي? يبقى سري بلاس فايف على تو. سري بلاس فايف ايت على تو يديني فور فايف. فاهماني يا اسمالة? في مشكلة? نعم طبعي. هنستغلي بقى ده عشان يجيب حاجة اسمها باور. اللي هي اخر حاجة خالص في المنه. اللي هي باور اللون نفسه. اللايت ليه باور. اللايت ليه على فكرة فورس. بس هتدرس الفورس بتاعته السنة الجاي ان شاء الله. في المودرن فيزيكس. تحديدا. بتدرس حاجة اسمها بس مش هناخد بقى اللي انت خدتها دي تاني. والكلام ده. الشغل ده خلاص مش هيبقى مقود السنة الجاي. هيبقى اسهل من كده. هتاخد للايت فورس. في انت النهاردة او السنة دي بتتعرف على الباور بتاع اللايت. طالما ليه باور يبقى ليه فورس. الباور اسمه بس ده مش اي باور بقى. ده الباور بتشتت بتاعه. يعني هو دلوقتي يدخل اللايت جوه البرزم وتشتت لديفيجانز مختلفة. في البرزم فايدته ان هو يعمل ايه? يعمل او يعمل يشتت اللون. السبع الوان. طب ده الرمز بتاعه اوميجا الفا. او دابليو الفا. اي حال. الدابليو الفا ده عبارة عن ريشيو. ريشيو بتوين. الديفرانس. اللي هي. او الديفرانس اللي هي في قانون تاني. لو ده مش متاح معاك. هنفك بقى الفا نود بلون في ان ماينس وان. ده القانون بتاع المنموم ديفيجن. عمتن لأي لون. طب انت بتتكلم على اليالو يبقى في ان يالو ماينس وان. طبعا الابكس هتتصير مع الابكس فيبقى القانون ده من غير ايبكس. من غير الابكس انجل. فعلشان كده من ده من الاسئلة الممكن تستيقل هنا في ان لو حصل. ان الابكس انجل انكريز. يحصل ايه الابكس باور الو الفا دي. تقل لي ولا تزيد ولا رمين كونستانت. اه بس ملا رد. اه رمين كونستانت. صح برابك. لانها دازنت ديبند. مش موجودة في الرولة مع بعضها. تمام القانون? افتكرتها? اه طبعا. اه. طيب في حاجة كمان بيسأل عليها في في البارت ده. انه لو جيه قال لي كلمة ريكتانجولار بلوك دازنت ديسبيرسيف لايت. اللي انت عندك بريزم او ريكتانجولار. لك حاجة كده. ما عملش ديسبيرسيف لللايت. يعني ايه? ما شتتش الوايت لايت لسبع الوان زي ما احنا ما كنا عايزين. يبقى ايه اللي هلحصل? يبقى ده معناه ان انت عندك اتنين بريزم مقلوبين. واحد فيهم. ياخد اللايت. الديسبيرسيف بنفس يعني ايه الكلام ده? يعني انت عندك بريزم كده? وبريزم عكسه. مقلوب. البيزمت عكسه. اللي جاي. فهو جاي بديفييجن انجل معين. عامل الريفراكت على البيزمت التاني. فهو دخل على البيزمت التاني بانجل الافة نود معينة. البيزمت تاني يعمل ايه بقى? ياخد الديفييجن انجل كأنها عشان هو مقلوب. يروح عامل الريفراكت اللايت. وروح مكمل على استقامته كده. يعني ما حصلتش ديفييجن. لو في عندي فهيباني اللايت سبوت هنا ان هو نور هنا. يعني من الاخر يعني دي معناها ان انا كانسلت الالفة نود اللي كانت موجودة هنا كانسلتها باللي انت. يعني الالفة نود بتاعت البيزم الاولاني. ايه كوالا الالفة نود بتاع البيزمت التاني? يعني اللي. يعني مش فاهمة ايه تاني? بقول يعني ليه كانسلو بعض? مش فاهمة اصلا ليه ما حصلش في البيزمت التاني. تمام طيب. هو بسبب ان البيزمت التاني مقلوب. وده مقصود. القلبة ديت. خلت اي لايت. جاي من البيزم الاول. ورايح البيزمت التاني. الديفييجن ما يكونش موجود. ما يكونش واضح. هنلاقي ان اللايت دخل جول بريزم او ريفراكت. وكمل على استقامته. مش هو المفروض يعمل ريفراكت كده لبرة مثلا. بعيد عن النورمال. لا ده ما حصلش. لو هو كان عمل كده الريفراكت ده كان هزار ديفييجن. طبعا دي بالحسابات يعني هم حسبوا الانجلز بيجومتري طبعا زي ما احنا ما كنا بنعمل. في اللايت ريفراكشن. فحسبوا الانجل فلقوا الانجل دي. ما تغيرتش هي نفس الانجل دي. الانجل اوف انسدنس اللي نازل عليها هي نفس الانجل اوف ريفراكشن. فهو راح مكمل على استقامته كده. اللايت. بسبب ان البرزم مقلوب. او ريفيرسد. هتيقل لنا كلمة ريفيرسد بريزم. فده معناه ان الالفة كانسلت. ان الديفييجن ما بقاش موجود. او ما بقاش موجود. مهماني يا ناس ولا صعوبة? اوه تماميش. احنا بس نقرأ بس كلمة نقرأ كلمة او ريفيرسد بريزم او ريكتانجلر بلوك. يبقى نفهم من كده ان الالفة بعضها. لو انا عندي اتنين بريزم. لو انا عندي اتنين بريزم. الكلام ده في بس. مش في البرزم العادي. لو انا عندي اتنين بريزم يبقى الالفة حتى دي مسألة كانت موجودة في الهومورك بتاع بريزم ده. سواني اجبها لكم. كان فيها الجملة دي. بس هوا كده حصل عادي صح? هو حصل في الاول. في الاول واحدة والتاني واحدة. والاتنين قد بعض في نفس الديفيزم. اليوم نفس الديفيزم. بس ما فيش عشان هو اطلع بنفس الانجل اللي دخل به. بالضبط مش يحصل تشتيك للدو. هيخرج زي ما دخل. يعني هو دخل من هنا بالانجل دي. شايف الانجل ديت? خارج بيها. زي ما هي. يعني اللايت اللي داخل براليل اللايت اللي خارج. فتقريبا ما حصلش حاجة اللي هو تعالى نعيد بقى الموضوع من اول تاني. كفا يبني? انا كده كنسلت بسبب الاتنين بريزم من القصاد بعض دول. كنسلت الديسبرجان اللي يحصلت من اللايت. لكن لو بريزم واحد يباني الديسبرجان عادي. يباني الديفييجين. انا بشوف المسألة ناوانا. لو حد فاكرها. اه نمبر في الهومورك. بيج تو هندرد تويني وان. انا اوصل معاكم برضو. اوال ثيرتي وان. اه نعم. المسألة دي. يون. بيقول لك بقى هنا الكلام وضح قوي. واحد منهم اللي حصل من التاني كلام واضح جدا وكفاية كلمة اصلا تتقال مش لازم يرغي الراغي ده كله خلاص انا كده فهمت ايه من الجملة دي كلها ان الالفا نود وان اقوالالفا نود تو هما الاتنين نفس الديفيجن في حد مش فهمها جماعة طب تمام نشتغل عادي بقوانين الديفيجن انت بتقولي ان الالفا ايكول ايه علشان محتاج ايكس بيس اه اخدها قط عن الايه في الانو مينس وان ابكس يبقى ايه وان في انو وان مينس وان ايكول ايبكس اي تو في انو تو مينس وان طب يبقى الاي وان بكام بايت الانوان وان بوينت فايف مينس وان ايكول الات التانية اللي هي سيكس الموضوع سهل جدا يبقى فعلا هو النون وحيد فاضل اللي هو الانتو هنقدر نجيبه مش اي حاج بلاس وان هتطلع وان بوينت سيكس 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 سيبن ليسي تمام في مشكلة في الكلام ده فهمناها بس ملا فهمنا يوسف اه طب عظيم يوسف في مشكلة ناس رخي تمام تمام ايه اسئلة ردو 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 ما فيه حد كان يتكلم ورجع في كلام في اسئلة عايزاها بس ملا بعينها يعني نروح لها نحلة في الجزئية دي ثانية كده افتح المودلز ايه اسئلة في موديل اكزام تو طيب ممكن. ماشي. ماشي ماشي ريت. مستوش. ايوة. انا عندي اتقالت. طب يلا بينا. انا دلوقتي عمتنا انا خلصت اللي انتو عايزينو يتشرح فانا دلوقتي معاكم. انا عايز احل معاكم كتير فالاول نسمع الاسئلة اللي وقفها يعني. طب نحل طب السؤال اللي بس مالا بعطيت طب ونرجع لسؤالك. تمام? ماشي بس مالا. اه ده برضو للا لسه كنت تقايله حالا. انا اول ما شفته يعني. تمام تمام. نشوفين كده ها. تمام. اهو نفسك كلام. اه هو بيقولك ان انت عندك برزمس برضهم. انفرت دقا من غير ما يقول. بتاع البرزم الاولاني نين. تساوي اللي اتنين ببعض زي ما لسه عامل حالا. وتروحي جايبة. الايبكس بتاعت وي. تفهمني? اه طبعا. خلاص فانت. عاملها ولا اشتها? لأ طبعا. يعني اوضت القنون خلاص ايدي. اه 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 انت هتساوي اكس بواي. فهنا هتبقى. احنا عايزينها. وبس الانوار الاحيد هيبقى. اي ووي? فلما تيجي تحسبيها داية هتطلع المفروض سيبن بوينت فايف. دي جري. بس. تمام? تمام. طيب نروح لأسئلة آآ ركاية. في اسئلة في اكزام تن. نمر جميعوا نمر جميعا نمر عينة جميعا نمر جميعا أزولات فكرة في تمام تنفضبها يعني اللي برا اللي هي الفاي وان اقوى للسيتا تو واللي جوه برضو اللي هي سيتا وان وفاي تو برضو قد بعض وهم ادينا هنا انجل ناينت ديجري ادي الاني برزم عايز السيتا تو اللي هي هي بتسوي الفاي وان فانا لو قدرت تجيب فاي وان كأنه جبت سيتا تو وعايز كمان اللي هي الالفا نود طبعا هو هنا اي التريانجلر برزم ما قالش ثيم برزم فما ينفعش نشتغل بقونين ثيم خالص تمام طيب هنعمل ايه انا دلوقتي عندي انجل ناينت ديجري فلو جيت اسمت فهجيب الانجل دي فورتي فايف ودي كمان فورتي فايف ودي زي اياه فورتي فايف ودي زي اياه فورتي فايف مستر ازاي انا عارف سؤالك والخطة اصلا مش برل باين كده بص ان اللايت كده ايه يعني طلع شوية الفوق مش برل للبيس صح انت شاء معايا ركايا انا حضر اه انت عايزة تقولي كده صح ان ازاي 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 اول ما شبته يعني قلت ان هو ده مش مينمم مش مينمم ديجري شافلي ما هو قال ما هو بقصي بقى عايز لغباتك ما هو مش قال ان هو مينمم صح طب انا علشان يحصل مينمم مش لازم الانجلس اللي جوا يساوي بعض ما هم هم عمرهم ما يساوي بعض الى لو كان اللايت ده بر brutal للبيز للبيز اللي تحت ده وانة بص انا لو خليتهم لو خليتهم بنممم 리 تعالي كده انا ناتخيل مع بعض دي فورتي فايف دي فورتي فايف وبقى دي اياكيد فورتي فورتي فايف ودي اياكيد فورتي فايف يا دا بص يساوي بعض ازاي ايكوال بعض. ايه كل بعض? علشان انا خليت يبقى برد. هو رسمه مش برد. هو رسمه مش برد بس ايلي يبقى انا كده هعدل يعني. هعدله واخليه برد. في البيز. فاهماني? هو عايزة لغباتك. يعني انا اتعامل معك ان هو اما هو قال. مش هتعامل معاه هو قال. انت عارفة لو ما قالش هيبقى فيه اكيد بقى جيفن تاني لازم يدهون. هو دلوقتي ايه اللي ايه? صح? بس كده. فطالما انت قلتلي فانت بتجبرني بقى على كده خلاص. انت انت كده يبقى اللي انت رسمهولي ده. انا مش هاعتمده. انا اعتمد اللي يبقى. علشان اللي جواه تبقى قد بعض. ما هم عمرهم ما يكونوا قد بعض. الا لو كان اللايت. عشان دي تبقى ودي تبقى زيها عشان دي تمام? بس? طيب تعالي بقى نجيب بقى. هو عايز بقى او السيتاتو اللي اتنين قد بعض دلوقتي. فانا معي الان. اللايت جاي من الار. وده ياخل على البرزم. يبقى الان من الار للبرزم. اللي هي عبارة عن البرزم على الار. اللي هي صاين. صاين الار على صاين البرزم صاين الفورتي فايف اللي انا لسا جابه. طب الان بريزم هو مدهالك. وان بوين تتري. سكس. والان اير كده كده بوان. انا اتفقنا الان اير دايما بوان. يبقى كده الانون الوحيد هو مين? الفاي وان. هعمل كروس موكليكيشن هضرب صاين فورتي فايف وان بوين تري سكس سكس. واللي يطلع هناخد صاين الانسر. شفت صاين على طول الانسر يعني. وان بوينت تري سكس ملتبلاي صاين الفورتي فايف اللي هي روت طوله. الكلام ده بوينت ناين سكس يبقى شفت صاين اللي ثلعه ده. سبنتي فور بوينت ناين ناين يعني ابروكسيميشن سبنتي فايف. فانا اعتبر فاي وان اللي هي سبنتي فايف ديجري. كده انا جوابت اول طلب. اللي هي الامرجانس انجل اللي هو عايزة. اللي هي هي الفاي وان. يبقى سبنتي فايف. يبقى كده نكتب سبنتي فايف. الانجل التانية الالفا نود. لا الالفا نود في التريانجولة بريزم. الموضوع سهل. هي مجموع الانجلز اللي برا. اللي هي. فاي وان بلس سيتا تو. ماينس الابكس. طب الفاي وان هي هي سيتا تو. طب مرة حالة كان عندي قنون تاني. اتنين مينس الابكس. والفاي نود هي والسيتة تو. يبقى تو ملتبلاي سيفينتي فايف. مينس بقى. الابكس فين هنا يا رقائم? الابكس فين? كم? ناينتي صح. الانجل ديت. الانجل بين اللايت وهو نازل وهو داخل واللايت وهو طولها. هيدي الابكس فعلا. يبقى مينس الناينتي. فالكلام دوت هيدينا اه سكستي بالزبط. يبقى الانجل التانية سكستي. يبقى سيفينتي فايف و سكستي يبقى تمام? هو سؤال حاله اه بيخليك ايه? يعني لو انت مشيتي على اللايت اللا هو رسمه بتطلق باتي بتعرفيش تحليها. لكن لو قرينا كويس خلاص. احنا هنمشيها بالمينوم تمام? اتفهم دوت ولا صعب? ايه الاسئلة التانية اللي وقفة معاك يا جماعة? لو ما فيش حاجة وقفة انا نبدأ ننطلق ونحل بقى حاجات تانية. بيش حاجة وقفة معاك وخالص? في اي همر كفات مسلا? همر كقديم? اسئلة كانت وقفة معاك وما جاتش فرصة انك تسأل. يعني خلاص كلكم عباكرة في اللايت. خلاص يبقى انتو ذا الفولت ماشي. اه انتو حلتوا الاكزام ده. اللي هو تستعلى شابتر وان واتو ده. حد حلو? انتو سمعيني ولا ايه? خليتوا التست ده? اه؟ اه؟ اه بيجي تو هوندرد تيرتي. طب في قبلي تيست تاني استنوا نمشي بالترتيب. من اول اه بيجي تو هوندرد توينتي سكس. حد مادي ايده هنا. انا محلته لاثنين. طيب كويس. حل. والباقي تمام برضو محلهوش. اه بيجي تو هوندرد تويني سكس. اي. اي. اي كويس طيب. وداني برضو حلتي. اللي هو بتاع اوان وطو. اه معنا قلت بحدي او معنا امتحان كده. عشان امتحان اه اه. الزبط. طب نرجع. طب وان وو تو سري فور وان وو تو فور قصدي. اللي هو بيج اه. تو هوندرد ايتي تو. ده رحيتوش. طب نحل ده. وفي كم مسألة ورا كده مهمين. هرجع بص اني بص عليهم. برضو التستاني اللي فاته دور مهمين. حتى لو كنت حلتيهم انت هتفتكري انت كنت انت انسيتي اكيد. اه اكيد يا ايه ده من شهرين ولا من شهرين يا فكرة. تماما وده فرصة هيراجع لنا على كله. وان وو تو فور. المرهجة. انه اكزامية. انت عارف طبعا تقسيمة الاكزامية هتكون ازاي عشرين سؤال ام سي كيو. وعندك ستة او سبع اسئلة اه اي ساي. اللي حان ساعتين. حانك ساعتين. اه المفروض اه على حسب كلامهم ان انت تستلم. اللي اتنين مع بعض. يعني انت تستلم ورق المقالة اللي هو الاي ساي كواتشنز. وهتستلم الام سي كيو مع بعض انت بقى تبدأ بانت حر. السنة اللي فاتت كانوا اه ماشينها نزام ساعة ونص وساعة. ساعة ونص ساعة. ساعة ونص ونص ساعة اسوى. ساعة ونص ونص ساعة اسوى. ساعة ونص ام سي كيو ونص الساعة كان مقالي في الاخر. فالسنة دي لأ اولا. هيسلمك اللي بتحن كله انت عيش بقى. طيب. تعالوا نبدأ 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 نمبر وان. انا اعتقد شاب ترون بالنسبة لكم اه. تمام ولا محتاج مراجعة محتاج حصة. بسا. كان مراجعة شاب ترون. انتو عايزيني اشرح حاجات معينة في شاب ترون ولا الدنيا بيس. يعني كده كده كنت باعت لو فاكرين بعد ما خلصنا شاب ترون كنت باعت فيديوهات ريفيجن. للشاب تر نفسه كنت باحل. اه اسئلة وكنت باشرح الشاب تر كله. فا. الدنيا ايه معاكم باستمروني على شاب ترون كده. هو انا في شاب ترون بطلوه 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 في شوية حاجات في الويف موشن بزاك. زي ايه? يعني الجرافات والامبليتيود. يعني في حاجات في المسائل ما ببقاش مجمعيها. طيب احنا هنراجع على من خلال اسئلته. يعني هنشوف في السؤال وممكن يطلع منه كزا سؤال. نخلص الحتة الجزئية دي. تمام? طيب. اه نمبر ون. في التست ده. يقول لي افزا فريكوانسي اف ان اوسليتري موشن. اه كلمة كان شاب ترون كان بيتكلم عن او الليسون كان ان هو يقصد بها ايه? اللي هي الحركة اللي بتتكرر. زي البندلم. البندلم وهي رايحة جاية بتكرر الحركة بتاعتها. بيقول لي لو زادت الضبل. لو يحصل له ايه? اللي هو الفريكوانسي كانت رمزها نيو. فالبريكوانسي يحصل له ايه? فكان دايما في الشابتر ده كان الفريكوانسي عكس البريكوانسي. فكان لو كان الفريكوانسي زي ما انت ما قلتك كده ان هي زادت الضبل. يبقى لازم البريكوانسي يقل للنص على طول. انشاءالي باللي حصل. انشاءالي بالراشيو. يبقى اللي اجابة تبقى هافض. طب. بعدها بقى نفتكر بالمرة. هي ايه الفريكوانسي دي? وايه البريكوانسي تايم ده? احنا بنراجع احنا بس مش هنحل لمجرد السؤال يعني. الفريكوانسي من اسمها كده معناها تردد. يعني ايه تردد يعني? زي مثلا احنا كل اسبوع بناخد حصة. فالحصة دي بتتكرر او بتتردد كل مرة. كل اسبوع. فهذا قدرت تردد. طب احنا بقى عملنا الحصة دي بقالنا كم مرة بنعملها من اول ما بدأنا. فهي دي الفريكوانسي. طب انا بقى بحسب الفريكوانسي الايه بقى? للويفز. للويف موشن. يعني سيء مثلا انا رسمت. دلوقتي. كم ويف كده الناس الجامدة في الويفز? كم ويف كده دول كده المفروض تلاتة. الزبط. انا بعد عدد الويفز ازاي? نصف فوق ونصف تحت. الويف? الويف الوحدة وعبارها عن نصفين. نصف ونصف تحت. نصف ونص نيجاتف. نصف ونص نيجاتف. او كريست وطرف. كريست وطرف. كل ويف متكونة من واحدة كريست ووحدة طرف. يبقى كده وان ويف. يبقى كده يبقى كده تمام. طب الويف ديت انا عايز اجيب الفريكوانسي بتاعتهم. هو انا عندي واحدة. اتكررت كم مرة? اتكررت تلات مرات. يبقى ده معناه ان الفريكوانسي. او او النيو. هي الان اوور تي. او النامبر اوف ويفز او النامبر اوف سايكلز. بير توتال طايم. وكنا قلنا في شابتر دو اتفرق ما بين والتي كابتل. ده الطايم بتاعهم كلهم. يعني هما التلاتة خدوا طايم قدي ايه? وعبالما خلصوا. مسلا خدوا طايم مسلا. هما ليه بقى ده مستر? ده البريوديك طايم. التيك كبيرة. ايه يعني عبارة عن ايه البريوديك طايم ديت? عبارة عن مقلوب الفريكوانسي. هو تي على الان. يعني ايه الكلام ده? يعني ده الطايم بتاع الوان سايكل. مش دي اول ويف? اه. خدت طايم قدي ايه الويف الاولى? اول ويف خالص. ده بتاعه. مسلا سي خدت? ما انا بقى هقسم على عددهم. مش كلهم خدوا تن. يبقى تن على ثري. انا عايز اعرف الطايم بتاع الواحدة بكام? يبقى توتال طايم على عددهم. يبقى تنا على ثري. فده يدينا سري بوينت سري سري ساكند. ده كده اللي هو تي كابت. فاللي اتنين عكسة بعض. البريوديك طايم والفريكوانسي. الفريكوانسي منهم. ان تي اقوال وان اوفر نيو. والنيو اقوال وان اوفر تي. فاللي اتنين عكسة بعض. وفيه جراف بيربط ما بين البريوديك طايم والفريكوانسي. فانو معكسة بعض. بنحط النيو فوق وان اوفر تي تحت. فانا لو اسمت نيو على وان اوفر تي. تي تطلع فوق تتدرب في النيو. فده كده ده اللي هو هيديني في الاخر وان. فالسلوب اكوال وان والسلوب اكوال تان فيتا. فلو عايز احسب السيتا اللي هنا بكام. شفت تان وان هيدينا فورتي فايف. فدائما كانت الانجل في الجراف ده. فورتي فايف. وكان السلوب اكوال وان. بالمرة برضو طالما بن بنرجع على الويفز. فعايدين نفتكر اكريست والترف. فالكريست احنا المفروض بنعمل في الميديم. بنعمل في الميديم. الكريست هي يعني دي اقصى مسافة. بيتهزها الميديم بارتكيلز. الميديم بارتكيلز بيحصل بيحصلون فيبريشن. انت دلوقتي بتتكلم. انت بتطلع بتعمل ايه? للهوة. للبارتكيلز بتاعت الهوة. فالموليكولز بتاعت الهوة بتتحرك. فاقصى مسافة تتحركها. في دي اسمها الكريست. يبقى الكريست دي. هنعتبرها اللي هو ايه? الامبليتود بيتاس من على الواي اكسز. لكن اي حاجة على الاكس. الاكس اكسز ممكن نقيس مسافة. ممكن نقيس تايم. دستانس اكس او تايم تي. لكن الواي اكسز دايما بنقيس من عليه الامبليتود. اللي هي الكريست او الترف. الترف هي برضو بس اه او نيجاتيف. في اتجاه النيجاتيف دايريكشن. فدي كده نسميها ايه? فالامبليتود لوحده معناها ماكسمام دي اسميمينت. طيب ماكسمام دي اسميمينت الاكسف تبقى تبقى كريست. ايه ن يجاتف تبقى ز رائد. كيف اقتبر اني هو ما pattه في نوعين جواه? رätt و ترف. الراء صدا? و الث shallow دهandyكز الدين الاكسمام في ايه سؤال يا جماعة في الكلام ده? كله فاهم? خلاص جوابنا السؤال ده بحكتوا بقى لو سألت حاجة تانية خاصة بالبريوديك والفريكوانس. نومبر تو بيقول لي. زي احنا شايفين كده اللايت نازل ورجعتين. عايزين نعرف انجل الفة بكام. فالانجل الالفة دي هي كل دي. طب انت عملت فدي ففتي ودي كلها يبقى دي اكيد هتبقى فورتي. ودي فورتي زيها عشان زي طب ودي كمان عشان هي فالحتة دي بففتي. طب هدي بقى بكام الجزئية ما هي برضو هتبقى بففتي. ليه مستر اصل الانجل دي ده. ايه ده شمعنا? اصل اللايت كمل على استقامته كده زي ما انت شايف. ما عملش سؤال بس هو كده حصل اللايت ريفراكت. خصي كده على على الخط كويس. الخط مكمل على استقامته. حصل كده يا ركاير. لا. اه ما دي خدعة بقى. اللايت مكمل. طب هو امتى يحصل المنزر ده? يعني انا كده عندي تو ديفرنت ميديم ولا ميديم واحد? ركاية برده. نعم. طب يعني اللي جايه ولا لما هيحصله اه اه دي تاكشن. لما يحصله كده. يعني مسلا. مثلا ما هيحصله ولا? لا ريفراكشن. انا باتكلم على الخط ده. هو الخط ده اصلا ينفع نقول علي ايه ريفراكشن? لا. لا. ما حصلش ريفراكشن. يبقى ده معناه ان انا عندي سيم ميديم. الميديم اللي فوق زي الميديم اللي تحت. انا اللايت كمل على استقامته. ما مقربش للنورمل وما بعدش عن النورمل. يعني الفيلوستي زي ما هي. الفيلوستي اوف لايت ما تغيرتش. فاهماني? فاهماني? الفيلوستي بتاعت اللايت ما تغيرتش في دلم يكمل على استقامته. علشان كده من حقنا نقول ان الانجل دي. ادي الانجل دي. برضو. يبقى الالفة دي كلها. تبقى 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 اللي هي. كمتو يا جماعة حد عنده سؤال في السؤال ده? ده معنا انتو تمام? خش هتولعي بعد كده? اه تمام بصد. تمام. السؤال ده شابتر فور. ووتر فلو ستيدي. وكلمة معناها اريا كبيرة. فدي هنعتبرها ده الديامتر بنشتغل بالريديوس. وممكن بالدمتر باور تو يعني. ماشي. نخليها ديامتر. كله سنتيمتر للفلوستي. ذبايب هاز فايف برانشز. ده العدد. ان. اتفرعت لخمس تفرعات. ايتش اوف ذم. سيم ديامتر. كلهم نفس الديامتر. اه مسألة جميلة. يقول لك واحد من البرانشز دي. بتوصل بتانك. ده مين ده? ده الفلوستي. بس دي الفلوستي بتاعة التانك. رفت منها فلوستي من اليونت. ما هي الفلوستي ميتر برساكن او سنتي برساكن. طيب فعايز منك بقى التانك ديامتر بكام. فطبعا مسألة تحس اللي انت ممكن تتوه شوية. فتعالا نرسمها. ادخلها برأس ما كنت. دلوقتي عندنا بايب كبيرة. البيب الكبيرة ديت. الديامتر بتاعها تين سنتيمتر. لوم الدهاني. الليكويد داخل فيها بفلوستي سيرتي سنتيمتر برساكن. انا ممكن اخليها كلها سنتي. طيب اما هي كلها سنتي لان بعد كده اتفرعت لعدد لفايف فانا مش هرسم الفايف يعني يعني انا تخيل مع بعض ان هما فايف. واحد من الخمسة دول اتوصل بتانك. واحد من الفايف برانشز دول اتوصل بتانك. بيملة تانك. التانك ده المفروض هيتميلي الليكويد ده. فالليكويد طبعا جيه هنا اتقسم شوية راحوا هنا. والشوية اللي هنا قدي اللي هنا قدي اللي هنا كلهم قد بعض اللي هو ايه اللي سيم دايامتر. فطالما انا عندي عدد البرانشز. اه الايكوال اريا يبقى كلهم ايكوال فوليوم. فاللي ماشي بقى في البايبل في النص دي مسلا ملا التانك قاعد ينزل في التانك عشان يملائه. فالووتر رايز بتاعة التانك بالكلام اللي هو من دهوني ده. او بوينت فري سنتيميتر فير ساكن. طيب كده المفروض الصورة وضحت شوية في المسألة من الرسمة. طب احنا مفروض نعمل ايه? نشتغل عادي جدا. احنا الاول علشان نجيب. عشان نجيب التانك دايامتر هو دلوقتي الراجل عايز منك التانك دايامتر ده بكامل. العرض بتاع التانك ده هيكون بكامل. احنا نشتغلها الاول على البايب الكبيرة والبرانشز. فكنا بنقول ان كيو في. اللي داخل بيساوي الكيو في اللي خارج. الاوت. والكيو فوليوم او الفوليوم فلوريت. يبقى ده معناه ايه? هنفك. الكيو في عبارة عن اريا في فلوستي. الاريا بتاعة البيب. او الديامتر على طول. هو مدينا دايامتر بس هنعملها دايامتر باور تو. ملتبلاي. الااا الفلوستي تيرتي. الناحية التانية الان. فعدادهم بقى. الديامتر بتاع كل واحدة. في الفلوستي او في اتش. بس الديامتر باور تو. طب. الديامتر بتاع البايب الكبيرة ده هو من دهنة تين سنتيمتر. والفلوستي تيرتي. وعدادهم فايف. والديامتر في اتش انا ما عرفش. والفلوستي مش عارفينها برضو. هو ما قاليش. الفلوستي في كل بايب هتمشي بكان. هو قالي الفلوستي في التانك بس. قالي الفلوستي في التانك بس. طب ما انا ممكن اعمل حاجة. طب ما انا ممكن اخلي الديامتر او في اتش. والفلوستي او في اتش. اخليهم كلهم كده ايه اشيلهم وحط كيو خلاص. واجيب كيو دي. هتبقى اسمها كيو في اتش. كيو في اتش بايب. او او اتش برانش. وطعا نجيبها. يبقى كيو بتاع البرانش الواحد. هتبقى تاني سكوير ملتبلاي ثيرتي. اوبر فايف. كده هتطلع سكس هندرد. سانتيميتر كيو برساكند. طب ما هو الكيو بقى ليه انا جبت دي ايه اصل الكيو بتاعة البرانش الواحد تعال انا تخيل اهو. ده البرانش اللي داخل عالتانك. الليكود داخل فيه بسكس هندرد. سانتيميتر كيو برساكند. الكيو بتاعة البايب دي. يلا نطبق تاني. اللي داخل بيسوي اللي خارج. الكيو. ده اللي داخل. اكوال الكيو اللي خارج فين في التانك. اكوال الكيو اللي داخله في التانك. ما هي نفس الكيو. نفس اللي ماشي في البايب هو اللي داخل في التانك. يا سكس هندرد اللي انا جبتها. هي بتسويين بقى حاجات التانك. الاريا بتاعة التانك او الدياميتر على طول بتاع التانك. في الفيلوستي بتاع التانك اللي هم الدهاني بقى اخيرا. زيرو بوينت تري. يبقى كده فعلا الانون وحيدة هو زي ما هو قال الديامتر بتاع التانك. هنجيب. هيبقى سكس هوندرد. ديفايدت زيرو بوينت تري. هتطلع سنتيمتر. بس ده كده يعني ده كده هناخد بقى الانصر ده. هتطلع اللي هي فورتي فور بوينت سيفين تو. يبقى الديامتر وعتين تستنى اه تنسل باور تو. بوينت سيفين تو سنتيمتر اللي هي اللي بي. فيمتوها المسألة دي? ده الحلوة او. فهمت? طيب لسو اللي بعض. يقولي هنا برضو. او الفلو سبيد تو ميتر بر ساكند ادل فلوس تي. انسايد او في منترن الديامتر. وان بوينتو. اي زي ماس فلوريت اللي هي كيو ام. او زي ليكويد ايكوالز وان فايف نايم باي تين موانك تري. زينزا دانستي او زي ليكويد ايكوال. عايز ما انك الدانستي بتاع اللي كنت. طب هو جايب لي سيرة الماس فلوريت. وعايز الدارة. ما هو فعلا الماس فلوريت بيساوي رو في الكيو في. يا برضو لو جبنا هنا وحلناها بره الكيو ام اكوال رو في الكيو في. فالكيو ام مدهلنا بوان فايف ناين بغاية تن بارك تري اكوال الرو اللي هو عايزة. والكيو في هي الاريا في الفلوستي. والاريا تبقى باي ار سكوير. طب انا معايا الدعمتر وان بوينتو هناخد نصه. وان بوينتو اوفر تو. ملتبلاي تن باور نيجتيف تو. عشان هي بالسانتي. سكوير. ده كده الريديس. في الفلوستي تو ميتر بير ساكند. فيبقى لانون واحدة ومين? الرو. فانا ممكن نستغل الكالكوليتور. بتحسبها لي بسرعة. نخليها ايه اكس. الفا كالك. ده كده الرو بتاعتنا. الفا كال كتنا في الفاframe. ملتopoly ten. بواور göد سكوير. ملتπلع two. شيف تكالكي. اتلاس هاء تانددددددبو بانتاني. يعني س Carrollة APROXيمation. زيبن هوندرد بري كيلو جرام برميتر كيوب ليسي. مضح يا جماعة في حد هان سؤال? مستر او بشي انا قلنا ان احنا بدل ما ناخد اريا ممكن ناخدها دي في الكلام دوت في يعني لما كنت بساوي حاجة بحاجة زي اللي فات. اه انما يعني ايه فهمة كاكتر. اه يعني ده قانون يعني ده اصلا قانون كيو ام. هاخد الاريا نفسها. الكيو في اصلا هي الاريا في الفلسطي. اللي فاتت دي كانت عبارة عن ايه? كنت بساوي كيو في بي كيو في برضو. بس الفرق. كنت بقول ان في كيو في. ان ملتبلاي كيو في اف اتش. فهنا في كيو في. وهنا في كيو في. فانا ممكن اطير الباي مع الباي اللي هي الاريا فيها مش فيها باي ار سكوير. فالباي هتطير مع الباي. هيتفضل هنا و هنا. او هنا و هناك. فمش هتفرق. ماشي. تمام. لان نفس الحاجة بسويها هناك. بس. لكن هتفرق هنا. في القانون نفسي. ماشي. تمام. طيب انا حاسس ان الناس بتنام. فاحنا هنمشيها نظام اسئلة بقى ايه? نسأل. نبدأ ببسمالة كده. نمبر فايف. بقى يعني اضمن ان الناس فهمة معلش يعني. بالوقتي في السؤال ده بسمالة. بيقولك احنا عندنا بقى تريبا عايز ينتحر ده ولا حاجة. عشان يا ربا ايه ماشي. ايو لك هو سمع الصوت من خلال اطبان الحديد دول. في الطايم ده. 2.1 second. before hearing it through air. يعني هو سمع الصوت اللي جاي من الحديد. من القضيب. قبل ما يسمعوا في الهوا. سمعوا اصرع من الهوا. في الصولد ماتيريال. في القطبان دول. اصرع بقى اد ايه. اصرع بسانيتين تقريبا. 2.1 second. so the train is at the a far away from the buoy. يعني هو على مسافة اد ايه. عايز يعرف distance. وبيقولك ان ال speed of sound in rails is 20 times the speed of sound in air. where? the velocity of air 340 meter per second. ترجمي بقى الجيفن. نطلع اياه بس ما اللي تفهمتي كده. هي 2.1 second. المفروض هي. that difference? that time? that difference. مظبوط. that difference time. يعني ده بنسميه صح? ده بنسميه delta t. تمام. وبعدين? وبعدين هنقول ان الدلتا تي دي اللي هي اقوى لا. تي اه ايه. دي ترين او تي تي. واماينس تي اير. هو مين اسرع من مين? طيب ما ركزتز بصراح. طيب تمام. نقرأ الجملة تاني. بيقول لي افزا يبقى مين الطايم الكبير ومين الطايم الصغير? هو سامع الصوت في في الحديد قبل ما يسمعه في الهوى. يبقى الطايم الكبير الهوى. يبقى الهوى. يبقى تي اير مينس تي ريلز. تي ريلز. طواح كده? اه. عشان ده الطايم ديفرنس. تمام. نعمل ايه بعد كده طيب? هنجيبه الهوى. هقولها. استنى طيب. هنقول بقى ان تي دي بتساوي الدي اوبر الفي. راضى عليك. صح كده. زي اي طايم يا جماعة انتم عارفين ان الفلوسيتي. طاع الطايم. فانا لو عايز اجيب الطايم يبقى الطايم على الفلوسيتي. تمام. يبقى فعلا زي مقالت بسمالة يبقى الدلتا تي هتبقى تو بوينت وان. اكوال الدي. اوبر الاا الفي. الفي بقى بتاعة الاير. هنحطها ايه بس ما لا? اللي هي ثري هندرد فورتي. ماينس. الدي هي نفس الدي. نفس المسافة مش هتتغير. اوبر بقى الفلوسي بتاعة الرياليز. هنحطها ايه? انا عملها اه اه فورسي. طب. شان هو يقول لك كده. تمام. ملتبلاي ثري فورتي. كده. كده هيبقى الانون الوحيد هو الدي. نقدر نحط الاكوشن دي على كالكوليتور. وهي دي تبقى الانون الوحيد. تو بوينت وان. الفا كالك. نفتح براكت. براكشن. الفا براكت تاني على ثري فورتي. ماينس. الفا براكت هو نفس الانون يا جماعة هتكرر مرتين عادي. على تويني ملتبلاي ثري فورتي. في الراكت. شفت في كالكي. هتطلع سبن هندرد ففتي وان فايف. ممكن نقول سبن هندرد ففتي تو. بس هي موجودة هي سبن هندرد ففتي وان. خلاص هنختار. هي دي ساعة. تمام? هي كانت يترك كلها. ان احنا نفهم مين الكبير في الطايم. بني نفهم ان ده الديفرنس طايم بس. طيب. نمبر سيكس بقى بدأ بالسيم بقى وكلام تعلية الجميل. الفن يا نين ديجري. هز ريفركتف اندكس. 1.5.44 ييلو. دي الاني ييلو. and 1.7.24 بلو. دي الاني بلو. فعايز مني الديسبيرسف باور. فالديسبيرسف باور زي ما لسه قايلين. هي لها قانونين. اني بلو مينس اني رد. على اني ييلو. مينس ون. طب طبعا هتلاقي اني مفيش اني رد. انت مادرد. معك الاني بلو. ومعك الاني يلو. في الاني ريد يا عم. يا عمي سهلة. او انت معاك الابكس. معاك الابكس. وتقدر تجابها. طب ما هو الاني يلو بتسوي ايه? الاني يلو هي عبارة عن اني بلو بلاس اني ريد اه تماما. خلاص. يبقى تقدر تيب اني ريد على طول. ما هو الاني له عبارة عن وان بوينت فايف فور. اكوال ان بلو. وان بوينت سيفين تو. لس ان رد. اوور تو. هنقدر نجيب الان رد. لا لا نقصة معين. ولما نجيبها نروح معواضنها في قانوني وهي قلست على طول. الوان بوينت فايف فور. وعندك وان بوينت سيفين تو بلس. الانون على التو. وشفت كالك ايكو. وان بوينت فري سكس. دي كده الان رد. يبقى على طول. هيبقى اللي هو مدهلنا بوان بوينت سيفين تو. مينس الان رد. اللي هي وان بوينت سكس. على الان يلو وان بوينت فايف فور مينس وان. كده نقدر نحسب عادي. هي موجودة فعلا. بس. حد انت سؤالك من سالة دي. الله عظيم. يسأل يوسف. نمبر سيفن. اتانك اف ووتر. اي اند بي اي. مسألة تانك. بيقولك احنا لو فتحنا الاي والبي التانك ده هيتملي في عشرين دقيقة. طب لو لو قفلنا بي وفتحنا ايه? فالتانك يتملي في فورتي فايف مينس. ولو العكس لو ايه قفلناه وفالف بي فتحناه هيتملي في قد ايه? فعايزين التي بي. نعمل ايه? الدي بي. مانتو فايف ستوينيني. الله عفل يوم. تقول لي بس فتفكر في ايه? تبقى فورتي فايف؟? لا. غالب. طب ايه القنون اللي انت هتحلي به المفروض? نعم مش عيني. طيب احنا في مراجعة انت مراجعتش فور كويس شكرا صح? لا انا راجعت. طيب مسألت التانك دي تحديدا كنا بنقول ايه? ان احنا نشتغل بالقنون ده. اللي هو طالما فيه في الموضوع طالما فيه وزي ما اتفقنا قبل كده ان الكيو فوليوم الفوليوم فلوريت الكيو في هتفضل مش هتتغير. يبقى من حقنا نقول ايه? ان كيو بي. بتاع الاو البي مع بعض. ده لو انت ايه? هتفتح. اكوال كيو في. اوور تي. للآآ ايه? لس كيو في اوور تي للفولف بي. وكلنا ساعتها كان سلنا كيو في كلها مع بعض. فاتفضل مكانهم وان. يبقى بقى وان اوور تي بتاع ايه وبي ايه وان اوور تي ايه. فلس وان اوور تي بي. فتقارت القانون ده? ام. عيبا. كده. ايه. سوري مش كيو في ااسف. هي اوور تي. اه. هي في اوور تي. هو الكيو في اصلا عبارة عن في اوور تي. ده القانون التاني. لان كيو في هو عبارة عن ايه في وعبارة عن فوليوم على تايم. فانا منسكت الفوليوم على تايم ده. فالفوليوم ايكوال لان هو نفس التانك. اللي انا بملاه. هو نفس الفوليوم في الاخر اللي هوصله. سواء بقى فتحت مع بعض. سواء فتحت فولف واحد ايه او بي. فهو نفس الفوليوم. فكنسلناهم فاتفضل واحد. تمام يا ناس? تمام. اه تمام جميل. بس فاتعوض بقى هو بقى ما ديك مديك التي ايه بي مع بعض. اوان. ايه بقى هنا. اوور تويني اقوال وان اوور. اتي ايه لما يتفتح يبقى وان اوور فورتي فايف. ده اللي هو عايز. هنحط دية كلها على الكالكوليتور كده ونجيب التسيمي. بس من غير ما نتعب نفسنا بالماس ولا اي حاجة اخذ. ببعيز احسابها كده فهيام زباناتش معي. اه لا مش هتنفع ما هم مش التوتال تايم بلاس بعض. اه. هي الفكرة في الفوليوم اللي بتملاه. حقلت اجابها بازارية كده. يا ريت يا ابني والله. يا ريت خاني افع. كناش خدنا الدرس لو الدنيا حلوة. شفت كالكي ايكوار تطلع سيرتي سيكس مينتز. شويسي. ثم في الاخر يا يوسف هيدوك نفس الفوليوم. انت لو جيت عواط لو انت سيم مسلا لت الفوليوم سي باي حاجة بوام ميتر كيوب. وجيت اسمت الوان اللي احنا اسمنا ده. وان اوفر فورتي فايف. بلاس وان اوفر السيرتي سيكس اللي احنا جبناها هيديك وان اوفر توينتي. يبقى ده اثبات ان هو نفس الفوليوم اللي بتميلي. تمام؟ ريش. 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 نمبر ايت رقايا. شورة رقايا. The graph represents the relation between the angle of deviation Alpha node and the apex angle For a group of thin prisms That are made of same material If alpha node and the apex are drawn with the same scale Then the refractive index of the material equalize We want to know the N in which And what is the thin prism What do we do? The slope of alpha node and A will be Alpha node equal FN minus one تمام بس بعدين نعمل بقى هتبقى 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 الصوت اه مش واضح السلوب يا مستر سلوب برافو تمام برافو السلوب هتساوي بقى هتبقى صحي كده وهي الواي على الاكس والباقي من الرول فعلا فهي دي الان اللي احنا عايزينها يبقى 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 فعلا نقدر نجيب الان اودي الوان نحي التاني بالبلاس فلانه تطلع تمام شاطر يا دكتور اناس دكتورة اناس اللايت الوايف لانس 0.5 مايكرو ميتر in air عدل لاندا الوايف لانس انتر زا ووتر ان اصويمينج بول لايت نازل في حمام سباحة زا سبيد الف لايت ان ووتر يبقى هو كان الاول في الهوا ده الميديم الاولاني وده الميديم التاني بقى في الووتر السرعة بتاعة اللايت في المية 0.75 تايم زا سبيد او ممكن نعتبرها ايه على طول بقى ده الميديم التاني من فعايز منك بتاع اللايت ده في المية وهم ادينا 0.5 نعمل ايه تبقى لامدا تو لامدا وان اوبر لامدا تو اكوال اا في وان اوبر في تو تقريبا برافو لا مش تقريبا صح هو كان في السيم ميديم بتبقى في تو اوبر في وان في السيم ميديم في تو اوبر في وام لا احنا كده نسينا ام مالكة ايه انا فاكرا انا كان في حاجة يعني فرق ما بين ما بين سيم ميديم احنا دلوقتي في الديفرنط ميديم افكركم بها في الديفرنط ميديم انا عندي اير وعندي ووتر فبيبقى عندي الفيلوستي بتتغير طب الفيلوستي تتغير مع مين يا مستر مع الويف ليند لكن الفريكوانسي بتفضل الفريكوانسي سابتة يعني ايه الفريكوانسي سابتة يعني أنا عندي نفس السورس السورس اللي هيطلع اللايت ده مثلا الليزر بيطلع اللايت فالليزر ده مش هيتغير هو نفس الليزر نفس دوق الليزر اللي ماشي في الهوى هو نفس الدوق اللي دخل في المية حتى ده معنى المسألة هو اللايت دخل في الهوى وبعدين دخل المية فطالما الفريكوانسي سابتة يبقى الفريكوانسي بتتغير طب لو الفريكوانسي سابتة يبقى الفريكوانسي بتتغير طب والفريكوانسي تتغير ازاي? او سوري تبقى سابتة ازاي لو هو قال لي سيم ميديم. او ما قالش او قال لي هو دخل في الهوى وكمل في الهوى. مسلا. يبقى انا كده في السيم ميديم. ففي حالة السيم ميديم نفتكر بسرعة كده هو. بتاعتنا تاني. دي الكسي المهمة في شابتر عن مثل حتة امتة سيم وامتة ديفرونت. ميديم وديفرونت ميديم. الفيلوستي كده خليك كده ايه مسببتها? الفيلوستي ديميند اون كايند اوف ميديم. فانا لو في حالة السيم ميديم فالفيلوستي هتكون ما هو انا خلاص نفس الميديم يبقى الفيلوستي سابتة ما الفيلوستي بتعتمد على نوع الميديم. سرعة اي ويف مش شرط اللايت. سرعة اي ويف. فلو سي اللايت موجود في الهوى. وانا المسألة بتاعتي هوى خلاص. يبقى انا السرعة بتاعة اللايت في الهوى سابتة. ستتغير. يبقى مين اللي هيتغير هنا الفريكوانسي بقى. الفريكوانسي هتكون انفرس مع الويفلنس. هيتكون عندي نيو وان على نيو تو. اكوال لاندا تو على لاندا وان. اللي هيتغير هنا الريشيو دي. الريشيو دي احنا بنتبقها في السيم ميديم. هيكون في ريليشن بتوين الفريكوانسي والويفلنس. والريليشن دي برضو بيبقى ليه جراف. جراف بتوين. الفريكوانسي والويفلنس. هي مش الفريكوانسي دايما مش بس سيم. مين قال كده? لا لا. انا هنا عندي سيم ميديم بس سورس. ما وطالما الفريكوانسي بتتغير. يبقى انا عندي كزا سورس. يعني ايه كزا سورس? مسلا سي تعال ونتخيل. احنا دلوقتي في الحصة وقدام بعض. احنا شايفين بعض. وانا بتكلم وانتي بتتكلمي وويوسف بيتكلم وناس كتير بتتكلم. بس احنا في نفس الميديم اللي هو ايه? الهواء. الايير. كلنا بنتكلم وكلنا بنتطلع ويفزي من بوقنا مختلفة. فاحنا عندنا يعني الفريكوانسي مختلف. فهمني? تمام? انا اذكر ان ايه سيم سورس يعني. اه ده هنا مش سيم سورس بقى. انا هنا في. لما كده الريشيو وال يعني الويبلنز هتبقى في وان اوفر في تو ايقوى الويبلنز الاقوى الامضة تو اوفر لمدا وان صح? لا الفيولوستي مش هتتغير. يعني لو سأل على في وان على في تو هتبقى وان تو وان مش هتتغير. كونستنط. لأ انا قصد قولي الريشيو ما بين الفيولوستي والويبلنز هتبقى كده يعني في وان اوفر في تو. لا مش هنا. مش هيكون في ريشيو اصلا في السيم ميديم. ما هو ما انا بقولك الفيولوستي سابتة. كيس وان زي كيس تو. في الفيولوستي. فهمني? اي. ما انا في نفس الميديم ما انا لسه كنت بقولك. احنا دلوقتي بنتكلم في نفس الميديم الاير. السرعة بتاعة الويبز اللي طالعة مننا سابتة. يعني مثلا. انا لو سرعة الويبز بتاعتي تين ميتر بر ساكند. انت كمان سرعة الويبز بتاعة اكتين ميتر بر ساكند. اي. انا مستر ازاي? ازاي بتختلف صوت البنت عن صوت الولد او صوت واحد بيتكلم بسرعة. وصوت واحد بيتكلم ببطء. دي الفريكوانسي بقى اللي بتختلف. طب هو مش السرعة. ليها علاقة بالفيولوستي? يعني مفروض ان الويبز لانس. ايوة. وده في الديفرنت ميديم. اه. ايه. ايه القانون? ما انا لسه كنت بقى اشرح. الفيولوستي اقوى اللندا ملتبلاي نيو. لندا في الفريكوانسي. تمام? ففي حالة السيم ميديم. الفيولوستي اقوى اللندا في النيو. فالفيولوستي هتكون كونستنت. تبقى هتكون فيه ريليشن بتوين اللندا والنيو. هتكون بين اللندا والفريكوانسي. والجراف ده لو بيوضح طبعا بيترسم ساعتها هيكون السلوب. لو جينا اسمنا نيو. على فالسلوب هتديني الفيولوستي. الفيولوستي اف ويف. احنا لو عمنا رقم هنا. وخبطنا في ونزلنا قرينا الرقم اللي هنا اسمنا الرقم اللي هنا على الرقم اللي هنا يديني الفيولوستي. تمام? طيب ده في حالة السيم ميديم. لما بتتغير ما بتأثرش على الفيولوستي بحاجة. طالس. تعالي نتخيلها في الجراف ده. عشان ده برضو سؤال بييجي. الفيولوستي هي اللي بتأثر. مش اللي بتأثر على. صح كده. يعني احنا لو عمنا فيولوستي ولندا. الجراف ده يترسم ازاي? برضو? هاتب اه. بالضبط. الفيولوستي كونستانت مهما زادت. لانها ما بتعتمدش عليها. اتفاقنا اللي موجود على الواي اكسس بيعتمد على الاكس. صح? هنا ما فيش فاكتور. طبعا هتقول ازاي? وهم موجودين في نفس القانون يا مستر فيك واللندا نيو ايوة هم موجودين في نفس القانون علشان اللندا لما اضربها في الفريقونسي يعني في الفريقونسي يديني رقم الفيولوستي بكامل اللي هو الكونستانت. وبيتغير شيء الا مع الميديم. طب لو جيت عكست. لو جيت قولت. اللندا فوق. والفيولوستي تحت. الجراف ده يترسم ازاي? عادي. ده شمعنا بقى ما هو هي بتعتمد على مش العكس? معايا? اه ما حضرت. بتعتمد على الفيولوستي لكن الفيولوستي ما بتعتمدش على برضو لو رجيت رسامة الفيولوستي مع الفريقونسي برضو ما بتعتمدش عالفريقونسي. هي جملة واضحة وصريحة للفيولوستي. الفيولوستي سرعته هتقل لي خالص. فطبعا الفيولوستي في الجاز ميديم زي الهوى اسرع من الفيولوستي في الليكويد اسرع من الفيولوستي في السوليد. تمام واضح? طيب تعال بقى في الديفرنت ميديم لا هنغير الكلام ده. طيب احنا في السيم ميديم الفيولوستي كونستانت وهيللاقي نفسنا بنتبق الريشو دي. نيو وان على نيو تو اقوال فريقونس اه ويفلينس تو على ويفلينس وان. هيكونوا امبرس. لكن في الديفرنت الفريقونسي هي اللي هتبقى يعني هو نفس السورس. ساعتها الفيولوستي بقى تتغير لان الميديم اتغير. بقى عندي ديفرنت ميديم فالفيولوستي هتبقى مع الويفلينس. من الرول ان الفيولوستي واللاندا اه نفس السطر. على نفس اللاين. هيبقى ساعتها هيكون الريشيو دي بقى اللا نشتغل عليه. في وان اوفر في تو. اقوال لاندا وانا على لاندا تو. تمام كده? فهمنا انهي ريشيو امتى? اوه تمام. تمام. يبقى في السؤال ده. هو هنا عايز اللاندا التانية. يبقى انا عندي ديفرنت ميديم ولا لا? ديفرنت ميديم. صح يا ناس? يبقى طبق انهي رول. التانية اللي هي. انهي ريشيو. التاني. صح كده. طب اه هو مديني. ان الفيولوستي في الووتر. او هي عاية. بعدين. على اللاندا تو. ايه? او احنا يعني لازم نحول ريشيو. مش ريشيو ما بيفرقش فيها. ما بيفرقش بس هو ايه فريدي هو طالب يونت معينة. ما تطلبهاش مايكرو طلبها ميتر مسلا. يبقى انت بعد ما تحولي بعد ما تجيبي. اه باليونت اللي موجودة في المسألة تحوليها اللي هو عاية. اه كمان. كده انا بسيت على الاول. هنحول ولا لا? الريشيو قابش هتفرق لان اللي فوق زي اللي تحت. بس ايه الفكرة في الطلب بتاعه هو. اه كمانيش. تمام خلاص كده هن مع فيوان. هيبقى فوق على على لاندا تو. يبقى كده هنجيب معحل الأندا tow. كروس منط Latino. تطلع او 0.375 دي. ايه باس ماله. ايه بسم يبا لهه. ايه بس ماله. ايه بو اطلع ايه بو استhei فعلشría ايه من المسألة سيتايا حمار هاية childcare او چاليا ي LECOM なمك المwort بوقع للنيمsama فرينج ويتس اللي هو عرض المنطقة المنوارة مثلا او المضيقة العرض بتاعها ده هيزيد ولا هيقل هيزيد مظبوط بس يعني الاجابة نقصة يعني لو سؤال نظري هتقولي علشان الويف لينس بتاعت الرد اكبر وبس هي طبعا دي نص الاجابة وايه تاني لا طيب هو مش هو الدلتواي اللي هو المسافة طيب يبقى الدلتواي دي بتعتمد على ايه مش لاندا وقرع على دي فدلتواي واللاندا علاقتهم ايه دايركت دايركت بس هي دي النص التاني اللي اناقص لك في الايجابة ايه ما اكد هكتبها يعني لا ما عليش بنأكد دلوقتي بتيت نسي بس بالدلتواي هتزيد معها تمام كده ماشي نروح بقى حاجات الاسئلة اللي انت بتكرهها اصلا حاول تحبها يعني لو انت بتسيبها اساسا لو انت اصلا ما ديش نفسك فرصة تحلها اول ما تيجي هنا انت خلصت كانت خلصت الامتحان مش فاهم ليه انا بيقول لك كور يعني الاني اقوال وان بوينت فور في الانسايد في الكور دا الابتكال فايبر دا الابتكال فايبر اللي هو طبعا يليه طبقتين انترنال واكسترن بيسموا الانترنال كور واكسترنال ساعات بيسموها كافر ساعات بيسموها كليدينج زي كده يعني هنا الانجل بس بيقول لي بقى فورتينين دي يا رخم بصي ميديك انهي الفورتينين الانجل دي انجلس تغيرة دي انت عرفت منين ما قال لي ان الانجل دي يعني بالنسبة لللايت والفايبر مش بالنسبة لللايت والنورمل هو ما قاليش دي هو ما قاليش كده هو قال لي نازل يبقى دي كلها يبقى الفورتينين بتطلع فورتينين يبقى دي الانجل بيضايقك يعني حاول يضايقك يبقى هو نازل بفورتينين ماشي اللي هي الكافر اللي برا وان بوينتو دايما الكليدنج بيكون بيكون ميديم خفيف والكور بيكون دينسر ميديم تقيل حتى هتبين الكلام ده بالن بص الان بوين بوينت فور ودي الان بتاعته وان بوينتو فواضح ان الان فعلا بتاعت البرة اخفتها من اللي جم وبعد كده خرج في الهوى اللي هو خارج بيها عايزة عارف سيتاتوب كام مين يتطوع ويحل معايا ولا نختار احنا رقايا مسلا يلا بينا يلا رقايا تمام انا طلعت هنالوقتي عايزين نجيب السيتاتول لبرا دي خالص نفكر ازاي البداية تبقى ازاي يا رقايا احنا جدنا اول حاجة انجله في انتدنت صح تمام انت بتتكلمي واحنا مساملنا اي حاجة تقريبا اي انا مسامل برضو رقايا طيب انا حد يسامل طيب يا جماعة اولا المشكلة عندنا انا مساملها طيب انا في مشكلة سؤالا في المايك طيب قولي يا اناس نبدأ ازاي بعد الفاي وان سانية واحد اي 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 مش عارف اي اي هنجيب سيتاتو هنفضل نتراك اللايت يعني اه هو انا اسملي الباف بتاع اللايت وعاسي اعرف سيتاتو بقى الانجل الاخيرة خالص دي تبقى بكام نمشي ازاي لا مش عارفة مش عارفة انا اساس انا عايز انام جدا فانا مش عارفة افكر دلوقتي خالص طب واحدة واحدة احنا دلوقتي نمشي معاه من لحد الكليدنج كده من الاير لحد الكليدنج عايزين يجيب الانجل اللي هي عامل ريفراكت الجوه ديت اللي هي الانجل اللي جوه دي طب انا عشان نجيب الانجل ديت هنطبق السنيلز اللي هو على طول انا دلوقتي هتكلم على الميديم اير والكليدنج اللي هو الانجل ديت لير هنطبق السنيل السنيل بيقول لك اني مضروبة في الانجل بتاعة الميديم اللي اني بتاعة الميديم في الساين الانجل بتاعة الميديم طيب يبقى ان اير في اللي هي وطبعا الاني ار كده كده بوضع عشان ننجز الكلام ده ايكول الاني بتاعت في صاين الانجل اللي هي اللي جوه بقى نسميها ثيتا فنجيب من هنا الثيتا بقى يبقى صاين فورتي وون على وان بوينت فور واللي هيطلع وبعد كده نشتغل ما بين والكور يعني الحتة دي وهو اللايت ماشي جوه كده فهو نازل اكيد بقى انجل هي الانجل ديت اللي نازل بيها ما بين النورمل طب الانجل دي بكامل هو دخل بيها من فبردو هنطبق نفس الكلام هيبقى الاني بتاعت بتاعنا تبقى وان بوينت فور في صاين الانجل اوف انسدنس اللي هي فورتي وون فهو نازل بفورتي وون على الكليديج ديت اللي احنا جلبناها اقوال الاني بتاعت الكور اللي هي وان بوينت تو في صاين هنسميها فاي تو مسلا هنروح جايبين الفاي تو هنودي ده النحن تاني بالديفايديد والكلام دوت فهتطلع معنا فورتي ناين بوينت ناين فور طيب دي كده الانجل اللي جوه دي اللي هي تعتبر الانجل ديت وهي هي الانجل ديت هي هي الانجل ديت لاني ده كده حرف زد الترنيت فانا كده جبت الانجل اوف رفراكشن جوه وهي هي الانجل اوف انسدنس بتاعت اللي لما يخرج تاني بقى ايه للهوى فدي مسلا هنسميها فاي ثري فالفاي تو اد الفاي ثري لحد هنا في اي سؤال يصدر هو السيتة اللي احنا جبناها في الاول ما بين الاير والكلادين كده السيتة ايه ايه انهي انجل دي هي ما لهاش لازمة مش مهمة يعني اصلي احنا هنعتبر دايما هقولك احنا هنعتبر ان الانجل ان اللايت ما عملش في المنطقة دي في المنطقة دي انا جبت الانجل دي فالانجل الصغيرة اللي انا جبتها دي هي هي تعتبرها هي دي كلها مش هتفرق فعشان كده ما لاش لازمة فدي الانجل اللي انا جبتها اللي هي هي ايكوال دي كيف انت اشتغل على طول جوه على طول فروم اير تو كليدين على طول طب الانجل فاي تري ديت اللي احنا جبناها هي الانجل بتاعت الجزئ الصغيرة ديت تعال بقى نشتغل على الهوى بقى على طول لو انا هطلع من جوه لبر نازل بانجل فاي يبقى يبقى الانجل انا عندي الون الون بوينت تو اللي هو الكور هايخرج اللايت يبقى انا هعمل ما بين الكور والاير يبقى ما بين الكور والاير يبقى اللي بتاعت الكور الانجل اللي انا نستجابه الانجل بوينت ناين فور كلام ده ايه كل الان بتاعت الهوى في صاين السي تبقى اخيرا اللي احنا عايزنا اللي هي الاميرجنس اللي هي دي بقى انا اجيبت انا اجيب كده دلوقتي الانجل دي بقى مش دي السيتا اللي احنا عايزنا لا انا كده هجيب الانجل ديت نسميها مثلا سيتا سري اي حاجة ولما نجيب سيتا سري دي كلها نعمل ناينتي ماينوس سيتا سري نجيب سيتا تو اللي هي الانجل الصغيرة دي فهنودي طبعا ونح التانية نعمل شفت ساين نجيب سيتا سري دي هتطلع بعد كده بقى الانجل اللي حضرته عايزها هتبقى ناينتي ماينوس سكس تي سكس بوينت سيفن هتبقى دي الاجابة في الاخرى المسألة آآ يعني عايزك تمشيها ستيب باي ستيب الاول انا مشيت ما بين الكور والكليدينج اللي برا اسمه كليدينج ده يا جماعة اسمه كليدينج مشيته ما بين الكليدينج والكور فجبت الانجل ديت الجزئية دي عن طريق الانجل اللي هو نازل بيها فورتي وان وطبقت سنيل الزلو انا عمل اطبق سنيل الزلو وسنيل الزلو ده تطبقوا على اي مسألة عشان بيبقى الميزة بتاعت الرول ده ان هو على سطر واحد وانت حر انت ممكن تطبق الرول التاني ده اللي هو ان اتنين على ان واحد على ساين انت حر انا كده كده سنلزلوه عبارة عن للرول ده عشان يكتب على سطر واحد في حد عند سؤال في المسألة دي انت رو نمت وتعبت انت رو نمت وتعبت مهمين يعاني طيب 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 تمام دي كده على مسافة عايز منك الدلتا عرض اللي موجود على السكرين او انا عايز بقى يناس تحديدا تترجم للجملة دي انا عايز بقى يناس تحديدا تترجم للجملة دي مهم يلا يناس وعايز دلوقتي وبتكلم على الدلتا واي لما ايه بقى اه او عايز الدلتا واي ما بين صح اه اه ماكسما او برايت فرينجز اللي اتنين زي بعض اه بس فايف فايف انترفيرانس برايت فرينجز طيب بصي عمتها احنا نجيب الدلتا واي عادي لاندا في القرعة عادي مش مشاكل ادل لاندا فايف فور سبن اللي هو ايه يعني منحول ناخد درجات في الار ناينتي باي تين باور نيجاتف تو على الديستانس وان بوينت فايف باي تين بري كل حاجة متاحة اهي فالدلتا واي تطلع ميلي يعني ممكن نخليها ميلي ممكن نخليها ميتر اي حاجة مش تفرق طيب جبت انا الدلتا واي انت بتقولي بقى ايه بيقولك احنا عايزين الستيودينت ده يعمل ديس بيلي لفايف انترفيرانس برايت فرينجز اذا عايز ويعرض خمسة برايت فرينجز طب هو الدلتا واي اللي انا جبتها هدي بتاعت ايه هي مسافة ما بين ما بين مسلا السنتر يبقى طايم فايف صح؟ اه بس ايه كده يعني نضرب في فايف فايف فاو بوينت سيرتي سري نحن نسى جابينها فهتطلع وان بوينت سكس فور انا كده عارض فايف برايت فرينجز على طول طب هو لو قال لي فايف دارك نعمل ايه؟ انا عملها تايمس فور بوينت فايف صح سيبا وينت سيبا وينت سيبا فايف وينت سيبا واحدة اصل هو في الاول بيقول لي ايه؟ فور لونجست فيزبل يعني فيه وفيه الاندكس ليها الاندكس اللهم الدهني دي ليها هي مش اندكس واحدة في عندك وان بوينت فايف وان سيفين فور لونجست ووينت فايف فور شورتست يبا احنا هنحل على مرتين ومرة لونجست ومرة شورتست عشان نجيب تمام طيب هنحلها هنقسم الدنيا نصين كده نقول فور الاول فهننشتغل بالان اللي هوم الدهاني وان بوينت فايف وان سيفين دلوقتي اللايت هيعمل طبعا بيبقى فيه هنا سيتا سيتا وان عايزين نجيب السيتا وان ولحد بقى ما يخرج بره بقى اللايت انا لسه فاش عارفين هل هيطلع بره ولا ايه فلازم نجيب بقى حاجة اسمها الفايسي والكلام اللي انت فاهمه ده طب نجيب الاول سيتا وان نطبق اسنلزلوه برضو واللايت جاي من الير ورايح للبرزم فالير هتبقى الان بتاعته بان يبقى بلاي ساين الانجل اللي هو نازل بيها اكوال الان بتاعت البرزم اللي احنا ناخدها وان بوينت فايف وان سيفن بساين سيتا وان السيتا وان اللي هي الانجل هتطلع اه بالمرة احنا عايزين نجيب بقى الفاي تو اللي هنا فلو تلاحز ان في سكس دجري دي كده تعتبر الابكس انجل الايه انت كويس ان الايه هي مجموع الانجل اللي جوه اللي هي عبارة عن سيتا وان يبقى نقدر نجيب الفاي تو اللي هي سكستي اللي هي الابكس السيتا وان اللي هي تيرتي تو بوينت سيفن اللي احنا لسه جايبينها هتطلع تونتي سيفن بوينت سيرتي تو لحد هنا جمع فيه اي سؤال في حد مش فاهم اللي انا عالته خيب ماش عظيم عايزين بقى بعد كده السيتا تو بقى السيتا تو دي والله اعلم هي هتكون اه رقم لزا ولا ناينتي يعني ممكن يمشي تانجنت ممكن يرجع تاني يرجع تاني بحضوض بجيب حاجة اسمها فاي سي الاول طب فقانون الفاي سي ساين فاي سي الصغير عكبي او الار عال والبريزم والبريزم في الحالة داية شفت هتطلع طب 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 نجيبها ازاي عادي بسنلزلو يبقى الفاي طول هي البرزم 2517 في صين فاي طول هي 27.32 كلام دا اقوى الارة اللي هو في صين السيتا تو اللي احنا عايزينها كل دا انا بحل بعد كده نجيب السيتا تو هتطلع اخيرا بفورتي فور بوينت سيرتين دي كده اول تقل عليها فور لونجست هنعيد نفس الكلام دا فور شورت استبعدها انت بقى يعني انت مشيت الستيبس هي هي هتمشي نفس الستيبس بس هتغير الان بدل ما هي هتبقى فاهمين هتعملو ايه يا جماعة هتطلعوا بقى انجل سيتا تو جديدة بتقولوا ساعتها بقى ان الرينج من فورتي فور بوينت سيرتين الى السيتا تو الجديدة اللي انت هتجيبها سيتا تو داش بكذا مثلا ايه مثلا السيتا تو الجديدة مثلا لو طلعت بففتي يبقى من فورتي فور الى ففتي هو ده الرينج بتاع اللايت من اللونجست للشورت است في ايه سؤال يا جماعة فاهمين هتعملو ايه في الكيس التانية انتوا انتوا خرجتوا من الميتينج ولا سمعيني؟ ايه سمعيني ايه سمعيني طيب يعني فاهمة تعمل ايه في الكيس التانية هتغير الان بس بايش equal L. V two equal two three L. بنفرق ما بين الفلوستي والفوليوم بالشرطة اللي بنحطها في الفوليوم. If the two tanks are completely filled within the same time interval. خدوا نفس الوقت. هاتلي باقي باشا الريشيو بتوين. عايز الدي وان على الدي توب كام? ريشيو. عادي. انا استعين طالما انت جايب لسيرة الفوليوم. وجايب لسيرة الطايم يبقى الكيو في على طول. الفوليوم فلوريت. احنا عارفين ان الكيو في هي فوليوم على طايم من داخل الروز بتاعتها. طيب وكمان بتساوي الاريا في الفلوستي. وعارفين من الليلة ديت ان الفوليوم اقوال ال اي في الفي في تي. فهو الرول ده بقى اللي احنا نشتعل عليه. ال اي في الفي في تي. ليه? لنولة الفوليوم في الجيفن. وعايز الدي موجودة في الاريا. والفلوستي جايب لسيرتها برضو. يبقى احنا هنشتغل بالريشيو دي على طول. طب هنعمل بقى فيها من القانون ده هنعرف كلهم دايريكت مع بعض. يعني الفوليوم دايريكت مع الاي? ودايريكت مع الفلوستي ودايريكت مع التي. كلهم عصا تروح. يبقى من حالنا نقول في وان على في تو. اقوال اريا وان على اريا تو. مالتيبلاي. فيلوستي وان على فيلوستي تو. على تي تو. هو قايل انهما سيم تايم انتورفل يبقى تايم هايتير مع بعضه. ده هنشيل. طب تعالى هنا بقى كمان نفك الاريا مش الاريا باي ار باور تو. طب احنا لما ديجي نعوض بالاريا. ممكن نعوض وانشيل الباي خالص. عشان هي ريشيو. يعني ممكن نقول ريدياس وان على ريدياس تو باور تو. او ممكن نقول دايمتر وان على دايمتر تو باور تو على طول. شو عايز نحط دايمتر. دي وان على دي تو. او الباور تو. نعود بقى كده بالشكل. هنشيل بقى في وان. هحط زي ما هو اي ال ال. بثري ال. هم حاجة ما نخافش من السؤال. دي وان على دي تو باور تو. اللي احنا عايزين ملتبلاي في وان على في تو. الفيلوستي. الاولى في والتانية في تو في. نكانسل اللايك تيرجز. ال ال مع ال 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 في مع ال في. ال لا يتفضل. اكملها هنا تحت. هيبقى هنا. وان اوفر ثري. يفاضل من هنا. اكوال دي وان على دي تو باور تو. ملتبلاي وان اوفر تو. هوا بدي ال وان اوفر تو دي النحية التانية بالدي تو. اول باور تو. لما دي تروح الناحية التانية. هتطلع طول على سري. لا بس مش دي الاجابة. خلي بالك ده في سكوير. اخلص من ال ازاي? اخد روت. سكوير روت. هنا وهنا. يبقى دي وان على دي تو. اكوال روت تو على فري وهي وده الانصر. علشان في سكوير. تحدش فينا? سهلا. ايش? مستر حد ازا تعمل ستوب شير سكريين? اعمل ايه? اه ستوب الشير سكريين. اه زي. كل ده ستوب? اه ده مشكلة في النت عندك. اه. اشير سكريين كان شغال. انا بمسح. اوكي. انا همسح بس علشان اقدر احل المسألة اللي جاية دي. اه ممكن نحلها هنا خلاص ماشي. ماشي تسريين. طيب هنا بيقولي. اه. 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 سيفين ديجري. رفكت. ايش. دي الان بلو الاول هي دايما الكبيرة بلو. الصغيرة رد. فالص هيبقى عندك كرونين. هنشتغل بالتاني. الاف ان بلو ده المتاح. هذه اسئلة الامتحانات يا جماعة على الموضوع لذيذ يعني الصعب. معتمد بس على من كتر الحل خلاص المحفوظة. آآ ثان ثاني مفروض دي هتطلع زيرو بوين سبين سبين. هدي اول طلب. تاني طلب بي بيقول لك هاته الالفة يعني. فالفة نود رد ايه بالابكس. في الاني رد ماينس وان. فلاص كل حاجة الاني رد وان بوينت فايف ماينس وان. سهلي جد. تطلع فري بوينت ايت فايف. والالفة نود بلو نفس القانون. ايه? في الاني بلو ماينس وان. يبقى سيفن. الاني بلو اللي هي وان بوينت سكس سكس. ماينس وان. فدي هتطلع فور بوينت سكس تو. كده خلاص خلصنا السؤال. سكستين. ماشي في الهوى. طبعا مش هي دي الانسدنس. الانسدنس ما بين النورمال واللايت. في احنا نرسم نورمال كده. وده بقى اللي احنا عايزينا. فطبعا هتبقى سكستي. عشان ناينتي ماينس. يبقى هو نازل بسكس ديجري. ماشي. ازا جلاس هز ان ام ديكس. ادي الان وان بوينت سري فايف. عايز منينا الانجل سيتا وان. فين سيتا وان? اهي. طب الاول نجيب الانجل اوف رفراكشن دي. اللي هنسميها سيتا وان داش. عن طريق سنلزلوه. فبردو هنقول وان اللي هو الار في صين الانجل بتاعة الهوى سكستي اكوال وان بوينت سري فايف بتاعة البرزم في صين الانجل اللي جوه البرزم اللي هي سيتا وان داش. سنلزلوه على طول بي سهل. يبقى سيتا وان داش المفروض. من الحزبة ديت ساني واحدة. كده. هتطلع بوينت ناين. طب انا بقى عايز السيتا وان ما هي السيتا وان ناينتي ماينس بقى الكلام ده. يبقى السيتا وان اللي انت عايزها يا سيدي اي ناينتي ماينس الانسر. تطلع ماشي. ده اول طلب. يبقى ده كده اه ننبر ايه. ننبر بي بيقولك هاتلي بقى الكريتيكال انجل بتوين زا جلاس اند اير. ماشي. هلاجد ساين فاي سي. ايا هتطلع سورتي سيفن بوينت ايت. ايش لازم اه درس الكريتيكال ده لازم يجيب. مش امتحان الى لما يجيبه. طب دست لايت فلو زا باس. فلو زا باف ايه? ولا بي ولا الاتنين? اللايت هيمشي ازاي? طبعا لو ماشي في ايه? يبقى كده يعني كده داخل لو ماشي في بي يبقى كده عادي. مفروض كمان بقى ايه? كان يخيرك لو ماشي تانجنت يعني. مسلا دي هنضيفه احنا لو ماشي سي. بس هو ما قالها لكشي. ممكن يمشي تانجنت طبعا لو الفاي قدل الفاي سي. فنعرف ازاي الكلام دوت? لازم نجيب الفاي تو اللي هي الانجل اوف انسدنس. جوه الدينسر ميديم. اللي هو جوه الازاز. فنعمل نورما الجديد. نازل كده فاحنا محتاجين الانجل دي كام. اللي احنا هنسميها فاي تو. اللي هي الانجل دي حتة دي. فالفاي تو ذات هنعرفها. ونقارنها بالفاي سي اللي احنا جيبناها. ونعرفها. طب الفاي تو. علشان نجيبها باي جيومتري. ممكن نجيب الحتة دي. بعد ان نعمل ماينس ونجيب الحتة بتاعة فاي تو. طيب يبقى ماينس اللي احنا لسه جايبينها هتطلع سيرتي ناين بوينت ناين اللي احنا لسه جايبينها اصلا. اصلا ده حرف زد. فالجزء ده هو هو جزء ده. عشان بس الشغبات الكتير دي. يبقى الانجل الصغيرة دي. دي كده سيرتي ناين بوينت ناين. يبقى الانجل دي كام? هي هي السيتا ون اللي احنا لسه جايبينها. اللي هي اصلا كام? اللي هي برضو. فالانجل دي هي الانجل دي. هي بتاع السيتا ون. فخلاص انا كده عرفت ان الفاي تو هي السيتا ون اللي هي فيفتي بوينت ون. دي ايه لو كتب الفاي سي. ليه زان? ليه زان يعني اه بس ملا يعني اللايت كده هيمشي ازاي? عيمشي ناحية ايه ولا بيه? يعني يعني عيمشي ناحية ايه? سوري ايه ايه? انا عكست اه. انا استغربت برضو اه ايه ده? اكبر طب. طب يبقى يمشي ازاي? من بيقول ايه? هي راح نحصل ايه? صح كده. عشان هيتعكس جوه بالضبط. يبقى هنا بيقول لك بقى هات السيتا ايه? slow path a وهات السيتا b لو هو بيعدي على بيه. طبعا احنا هنا هنجيب سيتا ايه. اه فالسيتا ايه سهلة جدا ما هي اصل. السيتة ايه? هي هي دي. هي هي الففتي. الاتنين قد بعض. والانجل دي. سوري. الففتي هي الانجل ديت. والانجل دي كلها ناينتي. فخلاص السيتة ايه? يبقى ناينتي ماينس الففتي بوينت وان. يبقى تاني نفس ام الرقم هو هو. ترتي ناين بوينت ناين بس. عاملين نعمل ناينتي ماينس كل شوية. يعني الانجل ديت قدي الانجل دي. ودي كلها ناينتي دي جري. فناينتي ماينتي ماينس الحتة دي. جيبت السيتة. بس. تمام? فهمت? في اي اي سوء. طبعا ده ده ما بيجيش. ما فيش حاجة سما ترسم الانجل دولة مرسوم يعني. انتو تعبتوا طبعا. انا نفسي كنت ارجع الورا واحل الاسس اللي ما تحلتش دي. نحلها ولا جبتو اخيركو خلاص? بسر بلاش. ايه? بلاش? طبعا كله مكتفق على الرأي انتها طبعا. احبوا الفيزيكس يا جماعة الفيزيكس آآ لا سهلة. نزيزة اولا. ماشي. طيب آآ يعني كده انتو حلته كم اجزام طيب. في اسئلة طبعا دين نسألوا فيها في الاكزام. في حاجة مضايقة اي سؤال. فترة كان عندي امتحانات انجلش وفرنش الحاجات دي في محلات شغل اجزامين. ما انا عارف كان عندكم بيتضافش ده اجزامين بس. ام. ما فيش حاجة وقفة في يوم? بس بحيس ان اسئلة بتاعت الامتحانات المدلبة بتبقى اسهل. اه. اسهل بكتير ارجو الاسئلة دي. ده حقيق. وانا اصلا انا بتعمد احلي معاك في الحصة الاسئلة الرخمة شوية علشان يبقى خلاص مسكنا كل حاجة ايه. بس ما في الامتحان بيجي اسئلة سهلة بش. ما في شو بيجي اسئلة الرخمة. اللي امتحان مش بقى كله اسئلة رخمة هو لازم يحط لك سؤالين رخميين. لازم يميز. بس بقى السئلة هتبقى في المدلات كده. مسلا تيست زي اللي فات ده. اه اه بتبقى في نفس المستوى ده. بس ممكن يجيب سؤال ولا سؤالين من التيست اللي احنا حلنا لانها مسلا زي حاجة زي زيه يعني. او التيست اللي احنا ما حلناهمش ده. اللي هو شابتر وان وتو ده ده تيست حلو بصراحة. في فقى افكار حلو. والتيست التاني اللي هو قبليه اللي هو بتاعته بس. اللي هو شابتر تو بس ده. ناخدهم هومورك. وبرضو يا بسملة ارجعي بص عليهم تاني يعني حتى لو حلاهم. تمام? ناخد اللي اكملت في تيست دول هومورك. اللي هو بيج. ده اه ده بيجي تو هندد توينتي سكس. الاجزام كله. ده تست دول شابتر تو. هي اه. بتاع. طوان وطو مع بعض. بقوا لي. اخذ دول اتوابه لما اصورو. بقولي. تمام. ببعتيت. ببعتيت. اخذ دول اتوابه لما صورو الصلاة. باشي. موسيقى هكذا. 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 هكذا، هكذا أول تأييكم سهر. آمين، ثانية واحدة. مودلته سهل ينبقى حديكوش في الثواري. الايه? سهل. عشان كده حديدتك بشو نصوره? اه اه اجزام تو سهل شوي. يعني انا كنت اه مصور ايت و ناين وتن. واكزام وان. يعني كان عندي امل اللي احنا نعدي عليهم يعني. بس احنا تعبنا طبعا. احنا. خير. تعالي يا عبد. عكس امتى بس انا عبدوا. نعم. بتقولي ايه بتقولي ايه? بتقولي ايه? بتقول له ان اي وقت انا عم تعالي. يا الله. السؤال ده صاح كده? اهو التالب التاني ام. كان عملو 200 او 200 او 100. انا نجدعوه عملو ايه نعملها علا سولا للوقت. طيب. اه مايشي. كده. مايشي. مايشي. الامبليتود جبت الامبليتود زدائي طيب. عايز الامبليتود. عملتي ايه? ايه افض المثبات كلها. خمسين. ودي نص لفة تقريبا. اه والامبليتود يبقى الربع اللفة. الامبليتود يبقى الامبليتود خمسين? لا الامبليتود بخمسة عشرين. عملت ايه ولا? ايه اللي حاصل? اه العظيم انا اعمل شكرا. السلامة. هاللجاء. همفروض ان دي تقريبا متبقى نص لفة. طيب عظيم جدا. انا عايزة اسأل سؤال بس. ايه? اسأل. طيب تمام. بص كده ده. تمام. اللي انا بشاور على ده. ده ده اللي هو ايه? وهو في البداية كده مش مش بتحرك. تمام? اه. من الريس. للمكسمان هو ده الامبليتود. تمام? طيب. انا اتحركت وقاعد يقولك ايه? ده متعلق. وعمل ما بين التن والسكستي. ما بين التن والسكستي. طالع نازل. نازل كده. وطلع كده. طب وانا هاخد المسافة اللي ما بينهم. ما بين التن والسكستي. بس مش هاخدها هي بقى هاخد نصها. هياخد نص المسافة. هي دي الامبليتود. فوق او تحت. تماعيك? ايه. هياخد نص المسافة. بس يعني انا هاخد المسافة دي توقسمها على اتنين. طب المسافة دي اجيبها ازاي? اللي هي الفرق بينهم. يعني سكستي ماينوس. تين. ديفايد باي تو. بناخد المسافة اللي ما بينهم. وديفايد باي تو. باكده جبت الامبليتود. فهتطلع تونتي فايف. امتاجت ازاي? امي. امي. بس قللة حلو. طب نمبر بي. عايزة دستانس كفر دبايزة بايزة 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 بايزة. يعني عدد يعني هو لف لفتين الان ببساط طب انا عايز بقى ودلوقتي احنا لسه جايبين فهو مش الامبليتود دوت عبارة عن ربع لفة طح لو جيت رسمت لفة كاملة يبقى انا اللفة دي متكونة من اربعة ده ربع والتاني والتاني والربع كل ربع بامبليتود تمام فالسايكل الواحدة باربعة امبليتود يبقى اتنين سايكل بكم امبليتود اربعة في اتنين صحي كده يفهمة ولا ايه ايه اه ندرب تمام بس كده يبقى انت بقى بتقول لي يبقى انت تقصد تمانية امبليتود يبقى لو عايزها هي يعني هتطلع صحة على فكرة زي ما انت مولتي ان هو قال لفتين طب لو قال لي تلت لفات يبقى تلتة فاربعة اتناشر يبقى تسري سايكل هيبقى وهكذا يبقى اه طبعا طيب في حد عنده اي اسئلة قبل ما نختم على كده قد عنده سؤال في الموديلز كنا قلنا نتحل امتحانات طبعا اي امتحاني يعني ركاية وصلت لحد موديل كام انا ملحققش رحالي الموديلز حراكة قلت عليها في حلات اتنين بس علشان الامتحانات تمام طب في اي اسئلة فيهم ولا تمام لأ انا بعضت الحراكة سؤال واسئلة حراكة دلوقتي عمت قلتيني انا ردت عليه اه مش حاجة تاني اه اه طيب طب اي ناس ايه الدنيا معك انا حلت نسأل واحد واحد يعني حلت اول فورمو اتخذ لي قولي حلتش من وراء بس موقفش معي حاجة يعني سؤال اللي كان واقف معي اللي هو بتاع التو بريزم اللي هم عكسه بعض بس حارتك حليته يعني ايه طب الحمد لله كويس ايه بسمالة مفيش حاجة غير الاسئلة انت سألتها النهاردة في حاجة تاني معك لا طب طب يوسف اللي اخبار بطل لا تمام التو مو دلز اللي انت حلتهم تمام اه طيب اه احنا كده يا جماعة يعني باذن الله اه الحصة اللي جاية هتكون مش عارف هي دي هتعرفه ناخدها ولا لا اه تمام ناخدها فعلا هي يوم حداشر هيبقى قبل امتحاناتك انت هتبدأ يوم اربعتاشر المفروض قبل امتحان امتحانك بتلات ايام ولا حين تمام بالنسبة لكو يعني ولا اه نوقف على كده وانت هتنطلق لو في حاجة تبعت ولا ايه يعني انا كان نفسي الصراحة طبعا انا نفسي ناخد ليه ان انت هتحل مودلز على قد ما تقدر طبعا وهتحل اللي انا قلت عليهم دول مهمين اللي هو على تيست شابتار تيست وان واتو بلاس انك هتحل برضو انت مش هتوقف انت خلاص ما قدامك ما قدامك شي غير الفاينال مودلز دي تلاقي العشرة اكزامز بتوى المعاصر دول والتو اكزامز اللي انا قلت عليهم دول فكنت كنت بقى قولي ان احنا ناخد حصة على اساس لو وقف معك اي سؤال لو وقف معك اسئلة نقدر نزبطها في الحصة يعني ولا تنطالكنتوا وتبعتولي ولا ايه يعني الدنيا تمام معاك وناخد الحصة الجاية ايه ما عنديش مشكلة ان احنا ناخدها يعني الحصة الجاية بس يعني نبتدي بدري ونخلص بدري عشان يعني بنخلص متاخر شوي انا المعدة على فكرة انتو اللي قلتوه علشان انتو عندكو درسة قبلية انا ما عنديش مشكلة ديكو الاربع بدري انا اصلا كان نفسي من ده من زمان يعني حدوتك يعني لسه الدرس اللي قابلي دوت الاربع اللي جاي ماشي او بساعة خمسة يعني الصبح بالنسبة لي اللي هيمس عبدري معايا هيبقى احداشر انا تمام طيب انت من زبالك تماما انا تماما انا تماما